السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات ومناظرات ومناقشات دور 16 السينمائي بقلنا كتير قوي معملنا دور 16 السينمائي والقناة زي ما انتوا شايفين كده مطلعة عطراب عبر رحمة شوية كان بيكوح من كتر القناة مهوية منورني ضيوفي الأعزاء اللي أحب أن أنا أرحب بيهم وأقدمهم في هذه الحلقة أولا مستر علاء إسماعيل من الموفي كرييترز اللي أنا بحبهم أنا شخصيا من الناس النشطة جدا على انستجرام وعلى تيك توك وعلى جميع المنصات حبيبي رايس وإيه؟ ويوتيوب ضروري ما نعرف بلان ما فيش يوتيوب لان ما فيش كرييتر منور الله أخبر لي كان أنا مقسوط ولا إن أنا جيت هنا والله أنا كبير مقسوط جدا وشربنا شاي معين أنا اتأخرت عشر دقايق بس سوف برضو جاب لي الشاي نعم اتأخرت عشر دقايق كتير بس معنا ومستر عبد الرحمن حبيبي برضو اليوتيوبر والكرييتر على تيك توك وعلى انستجرام من الناس اللي بتتكلم على الأفلام ومسلسلات أنا شخصيا بحبها بجد زي ما قلتك يا زمرة أنا لا أستضيف في هذا البرنامج غير الناس أنا شخصيا بحبهم بكل دقيقية نورنا نفس بساطنا جدا بنشرب شاي زي ما علاقة انتوا ليه من دين الناس طبعا أننا معصيكم تقولوا أن انتم شاربين شاي لا راحنا جمعا ما حدش قال لنا نقول أي حاجة احنا بنقول الكلام ده بأرادية ما خالص يعني حلقة النهاردة هنكلم فيها عن ايه بقى هنتكلم عن أفضل مسلسل قصير آخر خمس سنين أوكي أفضل اللي هو ينطبق عليهم التصنيف أو التسمية بتاعة limited series أو mini series حلقة الحلقة اللي سبق ديت اللي فيها الاختيار بتاع الستاشر اسم موجودة خلف زرار الجوين درار خلف زرار الجوين اللي يحب يتفرج عليها ومليانة تفاصيل علشان حتة التعريف اللي احنا فيه ودي أول حلقة زي ما علاق وضح في دور الستاشر بنعملها على مسلسلات وإن احنا نتكلم عن المسلسلات موضوعه صعب جدا يا جماعة نحنا نلاقي مسلسل بحاله كلنا شفنا شفنا كل حلقات فعشان كده لجأنا لموضوع limited series على اساسا يبقى فيها امكانية للمشاهدة اكبر شوية ومع ذلك برضو قابلنا نفس المشكلة ان احنا نلاقي 16 مسلسل كلنا شفهم فده مش موجود طوما تقريبا اجمال المسلسلات اللي احنا التلاتة شفناهم تقريبا سبعة او تمانية من الستاشر الباقي كله على الاقل فيه اتنين من انا شفوهم بحس ان يبقى اه فيه واحد تالت مش حقدر ينضم للمناقشة ومع كل اسف اي مسلسل فيه اتنين من انا ما شفوهوش او اكتر ما دخلش معنا فطبعا هتلاقوا فيه اسماء اكيد من المنطقة انها تكون موجودة للأسف مش موجودة معنا اي حاجة نزل منها موسم واحد معلش ان نقدمها طويلة علشان نعرف العيبات اي حاجة نزل منها موسم واحد وفيه خبر مؤكد معلن ان فيه موسم تاني يبقى خلاص مش معنا فيه حاجات ليها موسم واحد وفيه كلام عن ان فيها موسم تاني بس مش مؤكد فدخلناها معنا وبنتكلم في حدود اخر خمس سدين بس تاري هالي كل موسم الحاجات دي هتكمل فاحنا مش موجودين معنا في القائمة بيف على الجانب الاخر مفيش خبر رسمي بان فيه موسم تاني فعشان كده دخلنا معنا اركين نفس الكلام نفس الفكرة مش معنا عشان فيه سيزن تو فيه سيزن تو مؤكد قالوا ان فيه سيزن تو فيه تيزر وفيه الكلام دي كل وقبل ما نبتدي حابين نفكر حضراتكم بان انتم بتدوسوا على اللايك وان انتم القنوات بتاعت الناس والحسابات كلها موجودة تحت في الدسكريبشن زي ما بقول عبد الرحمن وعلاق انا بحبهم واحب اشجع الناس ان هم يدوهم فرصة لو ما كنتوش تعرفوهم ما كنتوش بتفرجو عليهم بنائم على ترشيح بختم الجودة لا تقلقوا يعني يلا بينا ننتقل للقرع يلا بينا اسحب لنا اول مباراة يلا بينا ناس تانية بنقولها في اه اه اشتركوا في القناة لا انا ما بقولش الناس اشترك في القناة فقط الامل وانا باقول للنس يعني حتى لايك ديت بقوله نوصلوا الوخهم كذا ما بمشيش طب نوصلوا عشان يبقى نوصلوا عشر تلاف لايك بس 10 تلاف لايك فرق جميعا عشر تلاف لايك عند علاق عشر تلاف لايك عند عشر تلاف أه وين دي سي اس وين دي سي اس الفين ويه ichtig 2019 2019 يقابل يقابل من بقى هنشوف اه الله الله. ابرحمن من احسن ناس اللي بتفرق على البيتعالي عامل. هو ليه كل الناس بتزود ذا. انا مش عارف ليه. يعني ماهر هم اتنين ذا في اسم المسلسل. يا اما يقول واحد يا اما يقول اربعة. هو ذا في الاخر. بس هم قال اشر. في بقى. لو كان في ذا كانت تبقى بالزبط. المبراءة الثاني. ايه علاق ده. اقولت لكم رحمان بس ها اللي بيارافي اي فرق على الفرق يعمل. على طول تفتح. بلاك بيرت. يقابل يقابل تا 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 اه المسلسل اللي انا ما عرفتش اقراهه في الفيديو اللي فات في المنظر ممكن تبريد. تبريد. مير وف ايستاون. مير وف ايستاون. بيعمل فيه. بلاك بيرد و مير وف ايستاون. اه ده ماتش كان مفروض يكون في مرحلة بعد. خروج مبكر الواحد منك. انت ما شفتش مير سمع? بس انا همسك صف ومسلسل. هي الحلو في المناقشات بتاعة المسلسلات في حد مش شايفة ان لو الطرفين التانيين متفقين على حاجة بخلص. لو مش متفقين يبقى يحاولوا يبعولوا عشان يسوينجوا في الاتجاه بتاعلي. كاليدوسكوب. مالش مالش. مالش. احنا احتسنا عشان نكمل. احنا اتعبنا عشان نكمل الستاشر فاضطرينا نحط حاجات يعني. هتبرو مثلا اوغندا في المعرفة سعيلم حاجات كده. اه حاجات دي يعني. دامر. مطش خلصان من قبل ما دي. ايه اللي بعدنا? نزوم النزاهة. المباراة الاخيرة في النحية دي ايه في النحية ديك هي? اسمها السود ده. في ايه? احرار. بس اشتغل الحمد لله. اهام. ده ايه بقى? فايف ديز ات مموريال. الفين اتنين وعشرين. اهام. اللي بعده. يلقي. بيف. ده بيف اه. بيف. زي ما قلنا مسلسل حتى الان توصيفه بالنسبة لنا. ميني سيريز لان ما فيش تأكيد على الموسم التاني حتى الان. يس. وضع ده ايلا. اما لا. المباراة الاولى في الناحية ديك هي. ديك هي. استهداء الان اعلى. انا بيتخاف منه والله. بتخالم عزيزة. ده كونز جاملت. اوكي. ده كوينز جاملت. يقابل. كرة لازقت في اسبوعه جماعة اول ما دخل ايلي. فاااااا. لو دي علم اها الحاجة مش علم اها لorithكون علم ايه بصرة. ووتش من. لااا. لااااااااااا الاااااااااااا. لااااااااااااااااااااااااااااااااااا. بدري قوي مين دي لعني اه دا كوينز جامبت واتشمين ماشي نعمة ما شفتش دا واتشمين صعب ايه دا المطس دا مش عندك خلص؟ خلص صعب قوي انا عشفت دا كوينز جامبت والتضحية عندك شارب اوبجيبتس اقدم مسلسل معنا 2018 يقابل يا ترى يا ترى دي اوفر 2020 عم عبر احبوها وين بي سي اس ودفول شفت واحد وبين رأيس الاختران شفت الاثنين كاليدسكوب دا مش شفت الاثنين انا فيه ماتشت من اللجان مش حبق شايف فيها ولا واحد اكيدا لا لا كوينز جامبت واتشمين شفت الاثنين مستحيل وده شفت واحد فيه ماتشت حبق مش شايف فيها حاجة تشيرنوبل تشيرنوبل طب اخلي الماتش دا كبان شفته يبقى اخر ماتش غالبا مش حبق شايف فيه ولا واحد حد عارف اخر ماتش هيبقى اي اصلا انا مش فاكل دا هونتينو في هيلهاوس استناها يطلع دلوقتي وايه دا هونتينو في هيلهاوس بتهرق طيب اخر ماتش هيسحبه على بجد تعالوا نفتكر هم ايه اللي لزوم النزالة انا ممكن احنا مش فاكريم فعلا بجد انبليفبل انا مش هقول لكم مش هقول لكم انبليفبل انبليفبل اه وكبان واحد من حبق مش شايفوا اللي هو ايه بقى لو هيطلع عدلاتي طب مانت بتسرع قوي كده ليه من على مهلك اه استنوا ابتكروا كده دا انتم دخلتوه في حاجة صعبة هم انا قلت احنا مدخلينو وانا قلتلكم شفتوش ايه دا يعني انا شفتوه اه وانا شفته هم انتم الاتنين شفتوه دي لانا انا حبابراه انا مش مجمع حاجة قلتلكم قطعتها من بعد فيلم او اه واند فيجنو ايه دا طب انا ازاي يا انا ليه على الاقل فيلم شفتوه ف كل ماتش kh director قناته هو التالذ ملانا ما تطلع عليه حاذا سمعني مباشوش مسلسلات مان مباشوش مسللات اه قال لنا انا مش يا انا مش مش قائن مسلسلاتي اكتشفنا انه هو شايف مسلسلات او ينب steak انا مش مش كائن مسلسلاتي برضو رغم كميتي مسلسلات وكميتي مسلسل Cay بس انا مش كائن مسلسلاتي خانس واخيرا اخر مسلسل معانا وهو انا الملاقشة دي هبقى براه انا 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 مكملتوش يعني شفت اول اربع حلقات خلاص طوليت مشي يلا بينا نكتب احنا متوقعين او شايفين او عاوزين مين يكسب ورقتك هيدي ورقتك انت صار انا ورقتك فين اه لا انا ما توقعوش يا بعد ال ما تناولني انا براه موضوع بقى صعب موضوع محاير انا كان توقعي قبل ما نقول القرعة دي حاجة ودلوقتي يبقى حاجة تانية انا عمال اكتب وارجع واكتب وارجع ينفع اكتب اللي انا اتبقع ان هو هيكسب بس تحته صغير كده اللي انا نفسي نفسي يكسب ماشي ماشي بس دي اضافة من عندك كده اه يا حاجة بجود ماشي انا مشوفتوش ولانه متشابه مع هونتج وفي هيلهاوس سيلو لانه بكل تأكيد لي موسم تاني فمعدش ينفع يبقى موجود اه لان في ناس كتير مشوفتوش اه مين تاني مين سيفرنس لانك شوفت انا لي موسم تاني اركين والحاجات دي كلها اركين كلهم اليوم موسم تاني ترو ديكتف لانه خرج برا اطار الخمس سنين واحنا حبينا نكونتين الدنيا في عدد السنين المقبولة 11-22-63 بردو لانه خرج اطار الخمس سنين ليه يعني انتو كده فهمتوا الفكرة بقى فلو فيه فضيحة يعني لو فيه فضيحة كبيرة قوي انت بتكتب قصة الفيلم فيه عداء فيه عداء اه طولت صاف انا مش عايز ابص بالعافية خلي بالك امسك النفس سامحونا عليهم بقى لو فيه حاجة يعني اوضح من اللازم يا رب المساه خلاص يلا بيت ده عداء احنا من النوم بدر عداء انا يا هيا بني هشوف كده يا لاب اعلاج ضل اغطي بس ليه القرعة هتوريني بقى للحاجة اه جماعة عندنا دلوقتي حاجة عظيمة جدا خليه معاك قلنا نعملها على الهواء مباشرة انبوكسين انراپين ان حركات بس شعفين هنفتح ازال حد دلوقتي انا خافي انا خوفي بس اتبوزها لو انت بتفتح لا ان شاء الله مش هتبوز انا بس اللي مخوفني ان عبدالرحمن افصح من شوية انه مشاجع انت راوي دي حقيقة فعلا اغلاقي معرف وجاه بي اه نشوف بقى ايوه اشوفت الطابلة بس نفى كده بقى اوه 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 ماانا انها مشاجعة لانتر يا فني اللذين يا جماعة لابعاك الحاجة بتوع خبست بس مش ه ابقى باين قوي للاسف عشان الزاوية بس اه عبد الرحمن انا بحبك حب يبعط لي في مسجل انت عايز تكسب مين في الحلقة دي تكسبه مرسي يا دود تسلم ايدك والله كتير 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 وانا بحب السورة دي جدا بحب اقول الموالدين عمتها مش معنا مش هكذا انت انا محبوش يعني انت ممكن لأ تعالى كده علي انا شوية صغيرة حتى بس عشان الناس تشوفه هو متعلق بس خلاص فوجي رباري بقى خلاص مرسي يا دود الف شكر حلقة دي جميلة ودي احلى حلقة يلا بينا ويندي سي اس اللي انا ما شفتوش يقابل ده فول اوف ده هاوس اوف اشر اللي انا شفته علاق ما شفوش ولا شفتو علاق بقى لا لا الاتنين معاكم ماشي ويندي سي اس اتكلمونا انتوا عنه بعشان انا ما شفتوش ويندي سي اس نتكلم عن قصته بشكل سريع بيتكلم عن اربع اطفال بيتم اتهمهم بقضية اقتصاب ولكن هل هم فعلا عملوا الجريمة دي ولا لا فاحنا بنعيش مراحل في المسلسل ده متقسمة لفترة الاتهام وفترة المحاكمة وفترة مع بعض المحاكمة دي قصة حقيقية على قد ما انا فاهم والاطار الاساسي بتاعها هو العنصرية والتمييز مش ولاد عاديين هم ولاد من زاوي البصر الصمراء فبالتالي الموضوع بالنسبة لهم بياخد زاوية مختلفة تمام من احية المحاكمة من احية المعاملة من احية الناس ببصولهم ازاي فالمسلسل ده بيصلت الدوع على الموضوع دوت وحاس ان هو من المسلسلات اللي تنفست بشكل جيد جدا وفكرة الفكرة ان انت اخد المسلسل عن قصة حقيقة ده مش موجود قوي هنا لان انا شايف المسلسل تنفس بشكل كويس بغض النظر هو قصة حقيقة او لا هو مسلسل مقفول على بعضه لو شفته انا حاس ان انت ممكن تريليت قوي مؤثر بدرجة كبيرة ودرجة عالية وحاس ان الناس عمتا ريليتد قوي للمسلسل دوت لانهم حاسوا فيه بنوع من التعاطف مع الشخصات الرئيسية والاداء التمثيلي بتاع الاطفال كان كويس جدا او الاولاد بقى يعني ما حاسش ان انا في حاجة اوكورد او حاجة غريبة حاجة اوف تون فهم بس حاسيت ان الدنيا متوازنة جدا في المسلسل والاخرار كمان على مستوى عادي جدا حلو جدا انا شايف الصراحة ان وين دي سي اس شبه متكامل يعني ان هو مقتوس من قصة حقيقة عدر ان هو يجسدها يعني حتى لو انت روح تتدور على القصة الحقيقة بعد ما تخلص هتلاقي الشبه بنسبة 90% وده في مسلسلات جاية من قصة حقيقة ما بتعملش كده هنبقى نتكلم عليها بس انا شايف ان هو كتمثيل وككذا ارك في المسلسل يعني فترة قبل ما يتحكموا فترة بعد ما يتحكموا وازاي لما طلعوا من السجن ازاي ده اثر عليهم حتى مش بس بعد ما في ناس اكتشفت ان هم كانوا ابرياء لا نظرة المجتمع لهم كانت متغيرة فانا شايف ان وين دي سي اس هو برضو ظلم ظلمنا مسلسل التاني ان هو يقبله بدري مين فيهم اللي مظلوم مين فيهم اللي هيتخدم حقه في رأيك مسلسل هاوس او ده اشر اوكي هيتظلم شوية لان انا يعني مش فكرة بس ان انا ما شفتش وين دي سي اس وشفت ده فول او ده او ده او ده اشر انا معجب بشكل شديد بده فول او ده او ده او ده او ده اشر وانا برضو هو الثيم كلها بتاعت مايك فلانجين كلها يعني انت تتفرج عليها وتستمتع بها جدا اني عندي ارجمت اني ممكن يكون ده افضل عمل لمايك فلانجين انا اتفرجت عليه كمسلسلات انا اختلف طبعا دكتور سليبي انا مش بكلم كأفلام لا مش كأفلام كمسلسلات انا اشوف ان كان اقوى في حاجات اه اقوى من زي كتابة الشخصيات في كانت اقوى من بس مسلسل كان مهتم اكتر ان هو يقدم لك القصة يعني بأحداث كتير بتفاصيل اكتر مهتمش اقوى بحطة الشخصيات ولا انه ازاي يبنيها ويقدمها عكس هاوسف ده قشر لا كل شخصية كانت متقدمالي بحواراتهم مع بعض فدي كانت حاجة كويسة فيه انا 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 حبيت اقوله ده هاوسف قشر جدا هو في بداية وحسسني عارفين الحكاوي اللي بيحكوها دايما يقولك رجل جامعة ولاده الستة وقالوهم معرفش ايه حسنت ان الدخلة بتاعته دخلة في الحتة دي ودي اسلوب سرد منتظم اكتر من اللازم انا في الاغلب ما بحبوش بحس ان هو متفصل قوي انت حطت كل واحد في خانة وابتدت تتحرك بناها لكن جوه الاحداث انت ما تخلتش عن التنظيم ده ابدا بس دفطله ابعاد فلسفية قوية جدا بعت دفطله خطابة رائعة انت تتكلم على المونولوجات سيبك من الديالوجات الديالوجات رائعة المونولوجات بتاعته الشخصية لما كل واحد فيهم ياخد الميكروفون حزبت اربع خمس دقايق قعد يتكلم ويعبر عن فلسفته او يوصف موقفه او الحاجة فكرني شوهب ساكسيشن انا مشوفتش ساكسيشن بس انا فيه ناس بكير قاله ساكسيشن لو رعب انتو عارفين كمان بمناسبة ساكسيشن لو هاوس وف دا قشر ده كان قصته تخش مع ساكسيشن انت بتشوف نهايات الشخصيات في ساكسيشن بطريقة دموية هنا في المسلسل كان كلهم ضد بعض بس احنا في ساكسيشن لا كانواقعي مفيهش رعب فوشل الحيطة دي انا انا حبيت دا فولف دا هاوس وفقشر جدا وحبيت الاداقات اللي فيه جدا وحبيت الفلسفة اللي فيه جدا وحبيت نهايته حسيت ان هو برضو منتج مقفول على بعضه بشكل رائع انا مقدرش طبعا اتكلم على ويندي سي اس بس اقدر بشكل مباشر يعني لو جينا نتكلم على الفرق بين القصتين فاسيب دي لان دي قصة نوع وده نوع فمش هنقدر ان احنا نقارن بس ممكن نقارن اداء تمثيلي انت لو شفت ويندي سي اس صراحة انت ممكن توصل حلقاتنا في الحلقة الرابعة تقريبا مدمعت صراحة يعني الموضوع اللي هو بيلعب على عاطفتك اللي هو عارف ايه بيبتزك اللي هو انت هتعايت يعني هتعايت بس ان هو عنده الادفانتج بتاعت انه هو الريدي ريل ستوري يعني ويندي سي اس لا ما احنا اقولك يعني ممكن مسلسل يبقى عنده الستوري الحقيقية يجي قدمها لك مش هتتعاطف عادي هتخلص ده هيبقى مسلسل اخفق قوي لو عامل كده يعني اي عمل درامي ياخد قصة لو قارتها تعيط تتفرج عليها ما تعيطش ده انت ضايع بس انت عملت مشكلة لو عملت حاجة بالطريقة دي اه انا انا الفوت بتاعي واضح انا لازم حفوت لاني مشوفتش التاني مع كامل احترامي وعلى فكرة يكسب حاجة كتير قوي على الترابيزه يكسب حاجة كتير قوي على الترابيزه يعني من اللي شفته المايك فلانجين قبل كده لو دخلنا الافلام انا شفت جيرالدز جيم وشفت دكتور سليب يس لا دكتور سليب احسن واحد في الثلاثة في طرف الرأي الشخصي اه متفق متفق انا شاهدت رسل كويسة اوه بكلم عن مسلسلات انا زبالي حاوس اف دي عشان بس المسلسلات احنا كل اعمال مايك فلانجين كلها يعني نفس الفكرة بتاعت تصاعد الاحداث واحدة واحدة جورات ما ده شيء رائع ونفس الكاست بالمناسبة اه اه اعماليك كرار في الكاست اه بس هو كمان بيعمل ايه بيختار في كل مسلسل انه هو مرة هيهتم اوي انه هو يقدم لك شخصيات معقدة بحوارات وفي مسلسل تاني هيتم انه يقدم لك قصة سريعة نوعا ما بحيث ان انت تتفرج على حلقات كلها من الاولة الاخيرات خلصها في يوم يومين انا انا مازقتش من المسلسل وانا راجل زهوق جدا من المسلسلات انا مرضو ما اقدرش هستثمر اوي في المسلسلات كوقت لان بخاف الاخر احسن ما عايز ام احسن في جيم اف ترونز فبقى عندي فكرة الفوبيا من المسلسلات المدرات الاوليالة اللي اتضيقت ان المسلسل خلص انا انا عمان بيش مانع من نزوق مع بعض شوية كمانيا طيب اه انا حفوض واضح ان انا حفوض ده هو ده هوس باشر وواضح ان انت حفوض واندي سي اس يبقى انت اللي هتسوينج انت اللي هتسوينج انا مش عارف ما احنا لو كسبنا واندي سي اس بص راعي ان احنا احنا معانا مسلسل تاني معانا هاونتج وفيل هاوس بس انا مش شايفه الاحسن انت شايف هاوس وف احسر احسن انا كنت اقولك احنا معانا فرصة تانية للكاتب للراجل يعني هياخد فرصتين في دور الستاشر انت كده بتحاوى تلعب على نقطة صعبة بس اي سنة هاونتج وفيل هاوس حلعبش الموبيا اه طيب ساموا عليكو كده طيب انا بالنسبة الاشر فلو انت عاوزه يتواجد في دور الستاشر دي فرصتك بس ويندي سي اس كان عمل تأثرش عليها يا علاق قوي يا علاق اربع حلقات كل حلقة ما تعيط بغض النظر عن اي حاجة انا اختار ويندي سي اس فعلا اه ايه بقى اللي رجح هذا الترجح في الاخر من نزول ما عرفش افتكرت انا لقيت الوقت دي نفسي فاكر المشاهد وبرضه مش عايز اعمل ان احنا شوفنا قريب دي اثر علينا ماشا فحاس ان اه كان بالنسبة لي متكامل اكتر اه 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 انا شوفت زيه او حاجة شابه وشوفت زيه في ميدنايت ماس وشوفت زيه في حاجات تانية كتير مثلا فانا شوفت حاجة زي كده قبل كده لكن اويندي سي اس انا مرفتش حاجة زي على فكرة اويندي سي اس فيه اداءات تمثليه من الافضل في كل القايمة دي للاطفال اللي هم المراقين اللي يعني كان اداءهم ضحفة كنا هنوضع اه شكلك هتوضع مايك فلانجن تماما من الراهن الاولانية ما اني بحبه يا جماعة والله العظيم وجرة الامور كمان انت لو بتؤمن بموضوع الاشباح وان حد يسكنك وكلام ماهر اسرامح ماهر حيسكنك كلنا انا اسف استاذنا واستاذ ماهر انا اسف والله العظيم هو علاق مش دعم بلاك بيرد يقابل مير اوف ايستاون ده مطش بقى ده مطش انا ممكن اتكلم عن بلاك بيرد تمشبت نار على فكرة ده من المرات مش عارف بقى من المرات الاوليالة ولا من المرات الكتيرة اللي الاعمال متشابهة شوية يعني عندنا جريمة وعندنا تحقيق وعندنا حاجات زي كرة نقول قصة المسلسلين بسرعة ماشي بلاك بيرد بيتكلم عن راجل بيتهموه ان هو كان مع حيازة مخدرات فبيضطر ان هو يروح للسجن ولكن بيعرضوا عليه الحرية مقابل ان هو يروح لسجين يعرف منه مكان ثلاث جسس لاطفال مراهقات هو قتلهم فهل هو هيقبل بالعرض ولا لا ده اللي احنا بقى نبدأ نشوفه في بلاك بيرد انا هتكلم مير اوف ايستاون بيحكي عن محققة في مدينة صغيرة تحصل فيها جريمة قتل ومنخوض معها بقى فكرة التحقيف الجريمة وفكرة المسلسلات اللي بنهايات صادمة بالنسبة لي ما كنتش متوقع لكم ما كنتش مسألي النهاية دي عامة ايه بس هو ده قصته ببساطة بلاك بيرد ست حلقات ومير اوفيستاون كم حلقات مش فاكر مش فاكر ماشي انا مش فاكر انا مش فاكر انا شايف ان انا هتكلم على على بلاك بيرد كل من ست حلقات حكالي قصة اثبت لي ان ممكن لو انت عندك اي قصة فيها شخصية او اتنين ممكن تتحكى في ست حلقات عادي جدا مش لازم اطاول مواسم اكتر اا اقتنعت تقريبا من البداية انت لو عاوسترجع للاصل انا شايف ان مفيش ولا حاجة من الحاجات دي اتنا نفعش تتحكي في فيلم بس ياسي انت بقيتوا بتختار عد الحلقات زي ما انت عاوزين فبراحتكو خلاص مش مشكلة يعني لا بس في خلي بالك هنا حاجات ميفعش تحكي في فيلم كل حاجات ميفعش تحكي في فيلم ده خلي ده خلي دي اخنقل زمن اخر علشان مش هنخلص معنا بس ماشي فانا انا البود بتاع هي روح لبراك بيرد ممكن تقنعوني بقى بمير اوفيستاون بص مير اوفيستاون مش فكرة انت في سيبك من الجريمة على الجنب انت بتركز هي دراسة حالة لشخصية بيشوفها عايشة ازاي ايه الحاجات اللي بتوليها كل يوم حالة العاطفية والحالة الاجتماعية علاقتها بامها وعلاقتها ببنتها وعلاقتها او الحيرة الغرامية اللي هي موجودة جواها مع الوضع فالاعتبار انها سنا مش من المفترض انها تكون مطمع رومانسي لاي حد خالص بس الطريقة اللي اتباعك بيها الدنيا جوا الاحداث انا ما حسيتش باي اعتراض عليها اطلاقا وفكرة كمان النهاية كانت مكنعة جدا بالنسبة لي رغم انها صادمة ايه بكل تأكيد صادمة ويمكن تتميز بدعم بلاك بيرد يعني بلاك بيرد الناس كتير وهي بتتفرج عليه وانا منهم توقعنا اني فيه توست او طلعنا فيه العملية طلعت فلات شوية في الاخر بس نهاية كانت منطقية منطقية جدا منطقية مع الوضع فالاعتبار ناقص حاية فهم بس ايه الفكرة عمت انا بالنسبة لي في ميروف إيستون فيه اداءات تمثيلية جامدة جدا من ايفن بيترس قبل ما يعمل دمر ده بالنسبة لي حاجة مهمة جدا قوي في المسلسل وده انت لو حتتكلم على الصدمة فبتذكر راسل بيترز احنا مش صدمة في اخر الاحداث بس احنا عندنا صدمة في نص الاحداث كمان واحنا كنا مفكرين دي الصدمة الاولى والاخيرة المسلسل ولكن متفاجأ ان فيه واحدة تانية في الاخر فدي كان من الحاجات اللي جامدة جدا في المسلسل هل انت شايف ان اداء اداء التمثيلي في ميروف إيستون كان افضل الشخصية كانت افضل من الشخصية اللي هو المسجون ما عندناش شخصية مسجون في ميروف إيستون طب الاداة التمثيلي بتاع لاري ممكن يتقارن باي اداء تمثيلي كان في ميروف إيستون مفيش حاجة شابهوك مفيش مفيش تحدي مماثل فصعب بس انا معاك مش عارف ايه بيتر هاوزر ولا معرفش ايه اللي كان عامل الدور ده مخيف اجرتن كان عامل شخصية انا شايف ان اجرتن اشتغل على نفسه اسمه ايه؟ حاجة اجرتن المسلسل؟ لا اسمه الحقيقي مايكل اجرتن حال جديد لا انا اسمه لا ازاي رأينا سيناء جدا هو اسمه حاجة اجرتن بس فاكر ايه؟ طب كملوا كملوا انا مش حاسنا اجرتن انا شايف ان اجرتن اشتغل على نفسه قوي احنا مش هي اجرتن لحد الوقت اشتغل على نفسه قوي ان هو تطور جدا بعد الافلام اللي كان بيعملها والحاجات اللي بيطلع فيها بظهور غريب تارن اجرتن تارن فانا شايف ان هو اشتغل على نفسه جامد قوي في المسلسل ده وشفت حاجة مش متوقعها منه فكرة الشخص البالكي الشغال في المخدرات وقدرت اقتنع بحاجة زي كده والعلاقة بينه وبين السجيني اللي جوه في الاول تبقى ان كريبي وان هو قد ايه مرعوب من الشخص ده وقد ايه هو بيحكيله ازاي انا عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا وتشوف على وشه فكرة الرعب عامة فاهم الفكرة هو تأثر جدا من فكرة اللي اتحكاله وخلي بالك اصلا المسلسل ده ما كانش بيبقى فيه فلاش باك بشكل صريح هو كان بيتكلم مع اللاري المسجون وفجأة بنلاقي ان احنا رجعنا بالزمن لان اللاري ده بيبدأ ان هو يحكيله نبذات عن الحاجات القديمة فبنبدأ نجمع واحدة واحدة ما بحسش خالص ان انا بتفرج على اتنين طايم لاينز مثلا في المسلسل فكل ده في ست حلقات بس انا شايف ان هي كتميزة ما بتبقاش موجودة كتير بين الاثنين التقلبات في مار اكتر بكل ده انصر القصارة موجودة عند مار اكتر بلاك بيرد دي كان مستوى ثابت من اول حلقة من اخيرا انت متوقع ان احيحصل فيه مفاجأة بس في اخر كل حلقة على كلف هنجر انت عايز شوف الحلقة البعديها بس ميروف ايستون على مستوى صاميم الاحداث ذات نفسها انت ممكن من بين في الحلقة ذات نفسها ممكن يحصل لك ثلاث حاجات تغير للدنيا خاصة فكرة ان فيه وانت مش عارف ايه اللي جاي لكن بلاك بيرد انا بصراحة من اول لاخر حلقة انا عارف وعارف الحلقة كنت تتمنى ان يحصل مفاجأة بالزبط بس وعارف ان هي قصة حقيقة وعارف ايه خلصت ازاي فانا شايف ان مير عنصر بس في نفس الوقت بلاك بيرد لما خلص انت اديت ما توقعش انت اديت من النهاية ولا مير يعني الاثنين في النهاية برضو مفيش فرق كبير بينه انا مزبالي من مير نهاية واحس بص بلاك بيرد مسلسل كلوستروفوبك اولا واخيرا انت حس انك محدود حس انك مخنوق جوه الدنيا هي كلها عبارة عن التفاعلات بتاعت الاثنين مع بعض ابن اخرج براهم شوقتين لما دخلت الخطر بتاع البوليس اللي بيبتزك واللي بيحصل برا السجن والحاجات دي كان دماء خفيف ميروف إيه ستون لا ميروف إيه ستون كالورفل اكتر بكتير والعدد بتاع شخصياته اكبر بكل تأكيد اولا انا فهمت منك ان هو اشمل شوية من فكرة قصة صغيرة في حدود قصته يعني انا مش بقول ان بلاك بيرد اثر بان هو عامل كده قصته ما تتحكيش اللي كده وجريمة لكن ميروف إيه ستون مش جريمة بس هو جريمة ودراما صحيح فانا شايف ان ميروف إيه ستون بالنسبة لي انا كتاجروبة اه انا فهم ان اداء المجرم في بلاك بيرد ممكن يتفاوق على اي حاجة بس لو قارن دور بطولة بدور بطولة لا كايت وينسلت في حتة تانية وانا شايف ان دماء احسن حاجات اللي عملتها عامت صحيح اللي يبقى كان بقعدت فترة في بعد تقريبا او تقريبا او تقريبا بعدين فترة قعدت فترة كبيرة جدا بتعمل زهور في كم فيلم عمل بطولات لوحدها جدا بس ما كانش في حاجة برزة قوي زي ميروف إيه ستون فانا شايف ان ميروف إيه ستون بالنسبة لي بصراحة الفوت بتاعي روح للميروف إيه ستون انا موافق اها مير برضو انا انا خلاص موافق بطولة انت ايه موافق 3-0 يعني 3-0 يرا انت مفهوم ان الفوت بتاعك راحل دوت علشان ده اللي انت شفته فا ميك سانس اهم دول اتنين شوف دوم احن الاتنين خلصان انتكلم نحتاجين اتكلم نحن بس نتدي يعني الحاجة الوحيدة اللي ممكن نقول عاش لصنع كاليدوسكوب انه هم ما لغبطونا حاولوا يقدموا فكرة جديدة. فكرة بس. انا عندي مشكلة مع الفكرة دي. بس. انا عندي مشكلة مع الفكرة دي. هي ما تنفذتش حلو. يعني انت داخل عاملت. عارف انت لما واحد يجي يقول لك ايه? انا عندي اكتشاف علمي جديد بيتحدى نظرية النسبية. وانا من الشجاعة ومن الجرأة ومن القوة ومن الفصاحة اني اقف اقدم هذا الموضوع. وبعدين يطع يقول كلام فارغ وكله غلط. فالمفترض ان انا حقيق على شجاعته? ما هو كاليدوسكوب تحدى سردية الحلقات المتتالية. وقال لك انا اقدر اقدم لك مسلسل تتفرج عليه باي ترتيب في الدول. والواقع ما ينفعش. هو على فكرة. انت اطلعت اقدمت منتج بيثبت عكس نظريتك. بس هو قال لك انا هقدم لك مسلسل تتفرج عليه باي ترتيب. هو ما ينفعش. ينفع. ينفع بس هو عمل حاجة. هو ينفع ان انت تتفرج عليه باي ترتيب. ليه? لانه هو بقى يحط لك في اول الحلقة قبل اسبوع. قبل الاسبوعين. هو ما عملش حاجة صراحة. بعد ما اكتشفت هو ما عملش مريح. بس هو. يعني انا انا طلعت من المسلسل متأكد ان في ترتيب افضل من ترتيب. مش كل الترتيبات زي بعضا. يس. اذا فلا يعني انت 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 فشلت في اثبات النظرية اللي انت بتحاول تقدمي من اساسه. ما هو انا مش قادر الصراح اقول عليه. هو ما فيش هو دخل عشان يكمل الستاشر يا جماعة مش هنقفلم عليه. صراح انا بتحاول. انت بتتحدني بتتحدني بفكرة فكرة جديدة. ودمر عملاق دمر متوحش جدا جدا جدا. هنتكلم فيه في الماتش اللي جاي. اهم اللي نتكلم عليه في الماتش اللي جاي. بس بس. اللي بعده. اتنين. مش شبه بعضه خالص. فيف ديز ات ميموريال بيتكلم عن واقعة اهمال وشبهة فساد وتأصير حكومي. ادى لان ظاهرة طبيعية تتفاقم وتؤدي لكارثة صحية داخل احد المستشفيات. وتفرج بقى يا رئيس. تفرج بقى يا رئيس. على الامريكان وهم بيعتصروا الام المشاهد ودموعه وصدمته وهلعه من ايه اللي يحصل في المستشفى لو فقدت الطاقة. يا سلام. 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 سمعناش عنها ابدا كده في حتة بصراحة. حاجة غريبة قوي. معقول في حتة في العالم يا جماعة الكهربة تتقطع عن المستشفى فيها. ليه احنا في القرن. وبقيت العالم يقعد ساكت حولين الكارثة دي. ده يتعمل عليها مسالسة اللي فيش اي. المهم ده في بداية كان مسلسل حلو قوي فعلا. يعني الابعاد بتاع تصدنا اي جماعة اي على فكرة ده 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 مهم ان احنا نتفرج عليه لو في حد عايش معنا على هذا الكوكب دلوقتي. وخصوصا من الناس اللي تتفرج على الحلقة ديت. ومش فاهم يعني ايه هول مستشفى انقطعت عنها الطاقة اتفرج على المسلسل ده وتاخد فكرة. عشان تبقى معانا على المستشفى. مستشفى انقطعت عنها الطاقة. في بلد المسلسل. وفي بلد مكتوعة انا الطاقة مع ايش. انت عالا بنا مسك في حتة المستشفى بس. اه بيف مين هيحكي لنا على بيف. اه بيف هو المفروض المسلسل كوميدي درامي. اه بيحكي لك في اول المسلسل عن حياة شخصين. المفروض ان انت في اول حلقتين هتعتقد ان هم متنقدين. اه شخصية ما عندوش حاجة بيحاول يدور على شغل. والشخصية التانية هي ام مؤسسة حياة مستقرة وكل حاجة. ولكن اللي بيحصل بقى ان الاتنين دول بيتقاطعوا في حياة بعض. وبنبدأ ان نشوف مواقف غريبة بينهم بتثبت مع الوقت ان هو مفيش بينهم اي تناقض. فهي دي قصة مسلسل بيف. عظيم. ايه رأييكوها? انا هفوت. انت جاهز تفوت على طول? او انا هفوت بيف. اوكي. انا هفوت بيف لسبب ان هو مسلسل مش بس نجح دراميا هو نجح كوميديا. انا في مواقف كتير كانت بتدحكني اوي. انا عم متن مسلسلات كوميديا اقول اينا اول اللي بعد حك. لان انا بالنسبة لي اللي يخلي الموضوع مش مش قابل للنقاش. فكرة طريقة السرد. بالنسبة لي انت عمل حاجة كويسة وحاجة جديدة. والريدي شغالة. مش محتاجة. مش زي كليدوسكوب. انت دلوقتي اختر عطلي. اه كونسبت يديد جدا لحكاية الكسة والمسلسل اللي بترتيبه مختلف. بتلعت وحشة. بتلعت بايضة. مش مريحة للمشاهدة. لكن انا بيف رغم ان الدنيا كانت في الاول تبان متنقضة. زي ما علاء قال. بس بفاخر بتكتشفى من الدنيا كلها واحد. وانت معنكش اي مشكلة. مش حاسب اي حاجة مش مريحة. فعلا من نسبة لي بيف. واقع اول صراحة. واقعي بشكل مرعب. والنسبة ان هو مخيف. صحيح انا قطعتك. كمل لبعدا اولا. فكريم مشهد كده كان هو اللي هو الممثل ده. الشخصية كان قاعد بيشوي. فقاعد سنلد على السيركي يقول ادي انا حياتي سيئة. قدي انا عملت حاجة كتير غلط في حياتي. ده فعلا لوقت ممكن تبتحمر بطاطس. ويجي في تماغك وانا عملت السالة فاتت. اخو المخيف في بيف ان هو بيطاق مخيف في بيف. مخيف في غيف. انه بيطلعك من المسلسل باسئلة اكتر من اجابات. لانه على مستوى الواقعية فعلا هو سايب كل شخصياته في حال ترتباك. احنا دلوقتي الموضوع كله بدأ بخلاف هايف في الشارع. ان هو في حد ريح على العربية حد ولا حد كان هيخبط حد ولا بتاع. حاجة كلنا بنتعرض لها كل يوم في حياتنا. وممكن تفضل تفكر فيها ايام. انا كنت المفروض اجتمه. انا كنت المفروض اضرابه. او انت عملت حاجة من دي وترجعت اوله انا ما كنتش المفروض اعمل كده. انا كنت المفروض ابقى اطيب من كده. وبعدين تاخد ده لنقطة انطلاقها لشان تتوغل جوه حياة كل واحد فيهم لوحده. وفي تحديات كل واحد فيهم لوحده. وفي العلاقات بتاعت كل واحد فيهم لوحده. وتكتشف ان هما الاثنين بيحاولوا يوصلوا لنقطة النجاح. وان نقطة النجاح في حياة الاثنين ما كانتش ازاي ما كانوا متخيالين اطلاقا. يس. وبعدين بيرجعوا ازاي خلاص ما تكون الحكسة اللي حصلت بينهم ده بقت عامل ازغى المغناطيس العمال يجزبهم لبعض كل شوية. والادائين التمثليين رغم ان الابنت مش اعظم حاجة بس. لا كان قويسين او. بيف لازم يكسب طبعا. يس. تلاتة سفر يا. اصعب موتش. ادعي ان ده ادعي ان ده اصعب موتش في دور الستاشر. ده ايه بقى عشان مش شايفين عندي? ده كوينز جامبت يقابل واتشمان. صعب. صعب. انا شفتش واتشمن في المنسبة ليه الموضوع اه. واتشمان ده مرعب ومبدع. انا شفت تصريح جريء. انا بفضل فيلم واتشمان اكتر من. وانا برضو. انا شفت الفيلم بس. انا شافهم الاثنين حاجة اه صالحة للتكامل مع بعض. بس. لان كمسلسل ما بيعدلش على احداث الفيلم. ده زي ما يكون بيستكملها. هو المفروض ان المسلسل والفيلم مبنين على كوميكس ولكن الفيلم بتكلم عن احداث تانية والمسلسل بيتكلم عن احداث تالتة. يعني برضو مش هما مش معتمدين على الكوميكس في القصة. بس بفهمش مغلطات على بعض. بس. انت ممكن تتفرج على الفيلم. على فيلم واتشمان بتاع زاك سنايدر. وتيجي بتتفرج على اهو انا عايز اتدعي حاجة. انت لو بتتفرج على المسلسل وانت ما تعرفش حاجة عن واتشمان بشكل عام. لأ حتوه. لأ. حتوه. حتوه. هتلاقيوا بيكلموا على اسطورة رورتشاك من غير ما يقدموا مين رورتشاك. ويكلموا على الثورة الاولانية. ويكلموا على الحرب اللي حصلت. والقتل اللي جارة. والمعرفش مين. الحاجات ده يتريفرنست بشكل كويس في الفيلم. عشان كده بقولك المسلسل يعتبر منتج تكامل الفيلم. او للقوميكس. المهم يكون عندك فكرة. بس انا اللي معترض عليه في مسلسل واتشمان شوية. ان هو في اول ثلاث حلقات في اقحام سياسي مش طبيعي. اللي هو انا مش حاس انها بقت بتفرج على قصة مقنعين والشرطة بتحاربهم. واتشمان تعقيب سياسي. لأ بس. عارف انت. فكر في واتشمان بنفس طريقة التفكير في دابويز. دابويز تعقيب سياسي ماء في الماء. ماشي. بس دابويز على الاقل جزء سياسي موازي شوية للجزء اللي في القصة. انت انت اللي اتنين بيكملوا بعض. بحيث ان انت متوهش. متقولش. الحلقة يبقى نصها سياسي. يبقى نصها كلام عن يساريين ومش عارف ايه. ففي مسلسل اول ثلاث حلقات. ما قدم ليش لشخصيتين مثلا. قدم لي شخصيت بلايك دي في ثلاث حلقة. في اخيرها خالص. ويا شخصية اجمد شخصية في المسلسل. بس الحلقتين اللي فاتو. عمال يتكلم سياسيا وامريكا ويمجد ويعمل. ماشي بيمجد خالص. بيمجد ايه? لا ما هو فيه. بس كان فيه وجهات نظر بتدعمه. يعني بتأيده. ما انت لازم تطلع على وجهتنا النظر. بس انا تعقيبي كمسلسل ايه? بس انا انا ايمكن لديقني شوية لما انا جيت اتفرج علينا كنتم تشايف الفيلم. فقلت انا هشوف حاجة قريبة شوية. فلما مالقيت. السياسة دخل. بس بخوائل في القص. مفيش حاجة قريبة من زاك سنايدر عامة. كتجربة عامة انا شاف ان مفيش حاجة بتقرب من تجربة زاك سنايدر في فيلم او في المسلسل او في اي حاجة. يعني. انت بتقول هذا التعقيد اعجابا ولا? لا مش اعجابا خالص. خالص بقى. لان انا عندي مشكلة مع الوان زاك سنايدر. اوكي. بس على مستوى البصري يعني? على المستوى البصري وعلى مستوى فيه في حاجات يعني ما في حاجات مش منطقة جدا في فيلم جستس ديك. انا استمتعث جدا بالاعبع ساعات. بس ايه? يعني. 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 ليه محتاج اشوف. انا ما شفتش الـ سنايدر كت. يعني. ليه محتاج اشوف. ليه محتاج اشوف حاجة اربع ساعات. وريد انه فيلم شايفه. بس هو نجح في فكرة ان انا اقناع ان اشوف فيلم وريد انه شايفه وعارف. بس يعني ان دي يعني دى او راح دوت. اخhip. خلي بالك سنايدر كت نزلت عشان الناس ناس عايزة كتعايزة تبسطرق على رؤية زاك سنايدر بس مش اكتر ل constant بعدوا يفصلوا في الاخر ونزلهوا كده لا خدوا جميل بس انا عندي مشكلة مع زاك سنايدر فكرة ان هو انا عارف يعنا انا ركيف الفيلم انا عارف ان هذا زاك سنايدر انا شoo انا مش من محب زاك سنايدر بس انا شoo ان واطشمن افضل فيلم ها واطشمن افضل فيلم زاك سنايدر Wild of Steel ك packages West of Steel ممكن琴 Mus stay فانا بصراحة ما بيجيش معايا اول لستايل بتاع زاك سنايدر عامة بس فيلم واتشمين انا شايف ان هو كان افضل حاجة تفرجت عليها لزاك سنايدر فانا هتوقع عن المسلسل يكون شبهه بطريقة او باخر او 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 مختلف منه كتير لا مختلف انت يمكن لمست المقطة الاساسية وانت بتتكلم واتشمين ستيلايزد اوي بنفس الطريقة والمفادات اللي انت عرفها بتاعت زاك سنايدر واتشمين المسلسل ملموس اكتر بكتير زي ما علاق كان بيعبر ده هو بدء معاك وقع سياسي وقع اجتماعي تعال نتكلم وننطلق من دي السوبر هيروز اللي احنا بنتكلم عليهم واللي احنا بنعقب عليهم موجودين في هذا العالم وعمال كل شوية يفتح شباك يبص عليهم من غير نتعرف دول مين وبعدين فين ويفين في اخر المسلسل كل حاجة بتتربط على بعضها لكن انت في حاجات كتير فيه عالم بالكامل اللي هو بتاع جيرني ايرنز دوت النفكة تعملت رحيه بتراش دمين واحنا بنجي هنا ليه كل شوية هو ايه اللي بيحصل ده لا اول ثلاث حلقات انا كنت افتكرت دلوقتي اول ثلاث حلقات انا بتفرج على العالم ده انت اتطرش ده ايه هو ايه ده مين وده عشان كده بقولك مهمة اوي وانت بتشوف مسلسل ووتشمان ومسلسل ووتشمان ترشيح مني معرفش الشباب رأيهم ايه بس احلى حاجة تشوف الفيلم وبعدين تشوف المسلسل احلى حاجة من اجمل ما يوم انا احسس ان احنا ناسين من هو بيقابل مين لا تعال انا روح لله لسه لسه احنا بنتكلم عن كل ده لسه مشفتش انا بتكلم عن الووتشمان وانا مشفتش حاجة بس هنتكلم عن احنا شفناه انت شفت ده كوينز جارب احنا التلاتة شفناه ده كوينز جارب اه انا بالنسبة لي أنيات يالر جوي ماعملتش حاجة بعد عملت لس نايت السوهو لأ معملتش حاجة كمستوى يعني أنا مش شايفي مستوى بعد فلم فيكينجز كان اسمه ايه اه 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 بتاع روبرت ايجرز ده نورفمان ايجرز اوكي انا شايف ان احسن اداء تمثيلي لانيت يالرجوية عمثا كان هنا وكان في سبلت لو انا فكر صح كانت في سبلت يا جمد عبر رحمان مالهو يعني بقى ممكن تكون هنا علشان هي نجمة الاستعراض بكل تأكيد ممكن بس هي في كل الادور التانية كانت كويسة بس ما اتكلم فيش حاجة تقارب المستوى الى هنا شايف ان هنا كمان عمتا فكرة ان انت هي قصة حقيقية وانا مكنتش عارف عن ايه حقيقية اه مش قصة حقيقية انت عارف انا كنت عايز اقول ايه ان المسلسل ده اقنعني ان القصة دي حقيقية قصة ولد ده اداء اصلا لا 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 ده مش قصة حقيقية لاتحقيق اصلا هو فيه حكاوي كتير فيه قصص كتير فعلا مش اترنج بس بعد ما نازل شفت صور الولد بيلعب بلعب وها حاجات كده ده لا لا الولد الصغير اللي كاميلا بجريك اسطروف دوته وبتاعة ده ماندوش حدوته قوي يعني اه اوكي ده فكرة ان المسلسل حكا لك قصة وانت بعدها مقتنع ان هي حقيقية ده عبقرية يس انا صدق انا ما دخلت اتفرجت على الحاجات اللي بعد كده قالك ده حقق قصة حقيقية انا صدقت اقتناعت جدا فاهم اللي هو ايو بس هو ان المسلسل يفهمك من كتر الكتابة اللي هو برضو انها حسك ان الدنيا ملموسة لدرجة انك تقتنع انها قصة حقيقية ده ايب داعك موضوع ممكن يحصل عادي استثناء زي مثلا استثناء فورست جنبا مثلا استثناء عادي وارد ان هو يحصل حتى لو مش هلقصة حقيقية بس المسلسل هنا كان فكرة انه هو انت في ميل ليد وعلى نفلك صوته كان مساعدتها المتجهين فكرة الاتجاه دوت لسه في اوله ويمكن من ضمن المميزات بالنسبة للاتجاه المتجه دلوقتي حاجة زي كده يعني لو ما كانش في حاجة زي كده ما كناش هنشوف اه اصلا كان في بداية الوايف شوية والاولامة اتذكر وقت ما تعرب مفيش ناس من الاسوات اللي اللي ما بتحبش الفيمانزم اللي بزيادة انا بقيتش عارف هسميهم ايه بصراحة اا اعتردوا قوي على المسلسل ده ده كان جايب مع كل الناس يعني هو عشان انت كراجل حتى انا بتفرج عليه اشت عادي ممكن يحصل وارد يعني وبعيدا عن يكونوا يحصل لو ما يحصلش موامينها حدوت حلوة وانا فكرة دي انت تخليين قاعد مهتم من مواتش الشترنج انا مش فهم اي حاجة المشاهد اللي كانت الشترنج بتبقى على السقف دي والمهدقات كده انا ميفهمش حاجة عن الشترنج يا جماعة فكر لغاية دلوقتي التصميم بتعرق على الشترنج والكلوكات اللي كانوا بيلعبوا بيها في كل مناسبة كان بيبقى عامل ازاي هو حاول الشترنج اللي لعب انترستين جدا وايه اصلا انا بالنسبة لي كاتممين ضل جدا او بجد ونالعظي انا مش للدرجة انا برضو لا بحيط انا بحيط شترنج خالص انا بقعد على اهو بشوف الناس بحيط شترنج بتعمل ايه هو مش هلعب على الاول تعمل السينما منها لله علشان رومانتصايزد البيسبول والقرط القدمة الامريكانية والملاكمة والشترنج لان كل حد يحب الحاجات ديت من الافلام وبعدين يجي يتفرج عليها في الحقيقة ماتش الملاكمة مش حاجة يضرب حد بابس ماتش الملاكمة في التليفزيون وبعدين يحضربه بعد امتى وده عمل ياخد في ده وده تزوله ماتش حضنين بعد فين روك يا رماعة فين دب 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 فين الدرب مفيش حي حاجة فهي نفس الفكرة انت خلت عندي ان انا موتمة والبيسبول ده عامل زي عاد الامام لما كان بيقولك والجدع بيقف و تاني بيرميله الزوء الجون فين فين الجون يعني الكرة بدخلش جون فين فانا شايف ان شايف ان هو كان متكامل من احيات الحورات عمتاً كانت جيدة جداً فكرة الشخص الروسي اللي احنا مخايفين منه وفكرة هو وصلني الرجل ده مرائب جداً معنه وعبعمش حاجة وقعت ساكت وقعت ساكت بس بدله محترم جداً بس انا خايف منه وقاني تيلدرجاي بصراحة شايفها كانت كويسة قوي في الدور دوت قادرت توصلي لحاجات بس قبل محد يفوت عايز افكر فكرة عايز اطالع من اللي عندي بقى بصراحة على هذا الموضوع دا كوينز جامبت وواتشمن نسبياً مش جداد قوي بقى لهم ثلاث سنين واربع سنين صح؟ صح فمن العوامل المهمة اللي ممكن تساعد على الترجيح هو استطلع كل واحد بوامخه كده فاكر انهين فيهم اكتر بصراحة انا فاكر دا كوينز جامبت اكتر انا فاكر دا كوينز جامبت اكتر وحاسس ان واتشمن التعقيب بتاعه السياسي والاجتماعي اللي علاء كان عنده مشكلة معاه اساساً كان اكثر جرأة واكثر حدة واكثر شجاعة في تبين المستقبل ان هو يعني هو بي هو انا بقولك المجتمع متاجه لانه هيبقى كده انت المتخيل ان احنا متحرك لقديم احنا متحرك لورا وتعالى نستعيد مع بعض البداية اصلاً العنصرية بتاعة امريكا كان شكلها عامل ازاي وانت دلوقتي راجع لده واليومين اللي احنا فيهم النهاردة في الواقع بتاع منطقتنا من اللي بيحصل في فلسطين والكلام ده بيؤكد ده ان البشر عاملين ينفصلوا عن بعض اكتر من ارتبطوا البعض انا بحتلم ووتشمن جداً وبحبه جداً والفوت بتاعي رايح لووتشمن وانت احرار بقى شفت عايزة تابريد انا بعض الارجميد الجميلة دي كان نفس فوت ووتشمن بس انا مش فاكرو انا مش فاكرو انا مش فاكروش تب خلاص لا تكون انا بس حبيت اعبر عن اللي عندي علشان ده ووتشمن هتتفرج عليه هو وازق نفس الكلام اللي هو قاله صح بس انت اول تلت اربع حلقات سياسة تمانين في المية امعديش مشكلة ؟ لو معندكش مبولس لا 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 على العلاق بيعبر عن الموضوع الصح جدا واتشمن فيه ناس كتير اوي يسابوه في اول حلقتين انا عملت انا مش قادر اكملش انا بعد اول ثلاث حلقات رايحت منه مثلا اسبوعين ثلاثة وبعدين قلت لا انا طب انا كمله بقى خلاص لو مسلسل ما بيحلوش غير في اخر زي لوف ان ديث كده زي لوف ان ديث اصلا اهم شخصية في واتشمن ما بتظهرش غير في الاخر اصلا طب ونما بتقوله لوف ان ديث حلو فين بقى لوف ان ديث هو لوف ان ديث راح فين صحيح وقع في عني حتى احنا احنا قلنا في الاخر ان اليزابت اولسن عايز ان لها مسلسل اه اخترنا مسلسل واندر للأسف ماشي انا انا الفوت بتاع كده كان محسوم لانا ما شفتش واتشمن ماشي في انت اللي حسوم انا انا زي ما قلتلك انا واتشمن مسلسل مقدرش اتقلل منه بس انا فيلم يعني انت هتقلل منه هون الفيلم الاتنين بنفس الاسم الاتنين انا داخل عارف هتفرج على ايه واتشمن المسلسل خدعني شوية في اول ثلاث حلقات ماليش دعوة اتفرد لسيب المايك وامشي انا اشايف بصراحة ان بعد ارمد واتشمن برضه انا اكتلعت انا روح اتفرج عليه لا يا عم ابدون فيلم تتخلص انا خلاص اخطر واتشمن ده بص هتختار ايه انا بصراحة انا قاسف ماشي 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 شوف مين هيعمل معك دور 6 شهرتين انت حر حرية وديمقراطية ايه اللي بعد شارب اوبجيكتس ودي اوفر انا هبدأ تكلم عندي اوفر شوية اوفر ازت اكتر مسلسل فن عبد رابيزة انا شايف ان هو تجربت وفن جدا فكرة ان انت انا عرفت البروديوسر بعمل ايه يعني فكرة المنتج احنا بالنسبة لنا المنتج رجل اللي بيجي كايش بس هنا انا فهمت ان المنتج مش كده بس وجد فودر من اكتر الافلام اللي ممكن يبقى الباكستوري او اللي حصل ورا اصلا هو المهم حاجات فن جدا انت عرفها فانا بالنسبة لي المسلسل ده انا كنت مستمتع جدا انا بتفرج انت لو عارف انت هتبقى قاعد طول المسلسل اه هو ده اللي حصل هنا ساعت لما شفت في الفيلم كذا اه انا بريليت هنا مع دوت لما حصل كذا ومايل ستيلر يا جماعة في المسلسل ده انا بالنسبة لي اه في المسلسل ده بالنسبة لي كان عبكاري فانا دي اوفر بالنسبة لي كان ريليتبل جدا انا بحب فانا اه يعني اقدرت اتربط مع المسلسل بسرعة وكان ممتع جدا واحدته سريعة وردته خفيفة بصراحة كان يعني اكتر حاجة عجبتني من السنة اللي نزل فيها 2022 تقريبا ممكن هو اكتر حاجة عجبتني دي اوفر انا شفت الشارب اه شارب اوبجيكس شارب اوبجيكس تشبهي الى حد كبير مع ميرو في اس تاون يس مع الوضع في الاعتبار ان بطلتنا مش محققة هي كانت صحفية تقريبا اه صحفية امي ادمز عامة انا 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 من اكتر الممثلين اللي بحبهم واه و من غير ما قطعك نصف تكلمت حاجة سريعة شارب اوبجيكس على مستوى النهاية صدم اكتر بالنسبة لي ده اللي كنت جايله فكرة امي ادمز عامة انت عارف ان الممثلة ديت انت داخل الفيلم او داخل المسلسل باكسبكتيشنز معينة انا حصرتها في ادوار معينة يعني من اللي انتفرجت عليه في افلامك تانية كتير على سبيل المثال والحاجات دي كلها انا متوقع هي الدنيا هي تمشي ازاي ففكرة انا دخلت شارب اوبجيكس وانا ما عنديش اي اكسبكتيشنز ان في اي توست في النهاية والكلام ده كله او النهاية مش هتبقى صادمة او جور او كلام ده كله لكن دخلت انا في اخر حلقة انا انا فعلا خلاص انا متوقع حاجة والدنيا ماشية في ناحية معينة لقيت الدنيا مختلفة خالص فيمكن عنصر الابهار ده اللي ممكن يزود سكور المسلسل عندي ولكن عمتا اداء التمثيلية من معظم المسلسلين كانت متوسطة مش اقول انها سيئة بالزبط فانا شايف امها مش فاكر اسمها ايه انا ما شبتش المسلسل بس انتوا تقولوا امها على القصة صح امها جوه الاحداث انا بالنسبة لي دي اوفر التجربة للفن اكتر شارب اوبجيكس كان مزعج شويتين وفي شوية حاجات مادرش قولناها كانت مبررة بشكل كامل بخصوص حكتات اعلاقتها بامها والاخبوط اللي كان في الحبتة دي فانا شايف ان شاب اوبجيكس كان في حقات عائلات انا طبعا فاكر تفاصيله بكل تأكيد دي اوفر قريب شوية واحداث كلها جوه مخينة حتى من قبل ما نشوف المسلسل بس ما كانش حد يتوقع ان هو مسلسل هينزل و هينجح كده صعب برضو ان انت تطلع هو نجح بس مش نجح كده ديت فيها مبلغة شوية اصل عارف هو احداث و محروقة انت مثلا اللحظات اللي انت بتحس فيها ان العمل اللي هو جاد فاضر هيتحدد انه ممكن ما يكملش بس ده واقع اي قصة حقيقية مات شرنوبل احداث و محروقة او اتصور انتوا بنا تكسب لا بس شرنوبل عشان مفيش فيلم مثلا احنا تفرجنا عليه فده بيحكي قصة اللي حصل ورا الفيلم يعني جاد فاضر لو انت شفت الاحداث الفيلم نزل للنور خلاص كلنا شفناه بس هل بقى اللحظة اللي هتجي في ده اللي هو كل ما سيرين قلقانين ايه اللي هيحصل انت عارب بس ايش انت بس انا اختلف معك انا شايف ده بيزود متعة ال اه انا كنت مبسوط بكذا يعني انا عارف وريدي اللي حصل في الفيلم فانا هو حدته عشان مجرد اساطير الخلفية او اساطير كواليس ده جاد فاضر مشهورة قوي في شوية ناس اكتشفوا شوية حاجات من قانونش يعرفوها اه بس اغلب الناس كانت عارفة ان ده حصل وفي حاجات من ده من الاساطير ما بتلاقيهاش في المسلسل ده اه بس انا مش عارف ليه حاس ان كان فيه حاجة اقصى وان هما ما نقشوش حتة ان هما اختاروا الموسيقى بتاعة جاد فاضر انا شايف دي انا سراحة مثلا انا بتفرج بس انا ما شفتهاش فاضر بس هو عموما المسلسل جيميكي شويتين زي ما بقولك انه مسك صفحة التريفيا بتاعة جاد فاضر على اي ام دي بي وراح جي مثلهم مشاهد ورابعات فانا مقتنع بالنسبة ليه ان شارب اوبجيتس مسلسل اعمق اعقد يتشرك مع میروف ايستان في النقطة اللي انت قلتها نقطة اهو مش مجرد الجريمة هو الجريمة و الخلفيات والي علاقات والدراما والرومانس بس میروف ايستان كان قد piece بالاكتر كان اسهل في التواصل معه شارب اوبجيتس كان زي ما بيسمونه منتفخت wrest petit وفوق كل ده اسمه ما هو موضوع شارب اوبجيتس ان هي عندها أحد الأمراض النفسية اللي بيخليها تقاطع في جسمها طول ما هي عادة فده دي طبقة جديدة من التفاصيل المسلسل ما كانش ناقصها أصلا كان فيما يكفي فأنا حفوض لأن ده أوفر لأن ده أوفر زمور فن بعيدة معنا بس أنا بحترف جدا شارب أوبجيكتس شارب أوبجيكتس مسلسل الأتقل والأفضل بس ده أوفر زمور فن مش كل حاجة لازم تكون تقيلة أو يسا أنا متفق ده أوفر وتجربة مشاهدة شارب أوبجيكتس كمان لما جيتها في تيكر دلوقتي أنا كنت مبسوط أني أكتر يعني فأني واحد فيهم أكتر لأنا بتفرد أنا ده أوفر كنت عادي وإيزي وتاع وأنا شارب أوبجيكتس محبش أن أرجع له تاني صحيح تجربة محبش أن أعيش هتاني بس ده أوفر أنت ممكن ترجع خلفكتس عادي جدا أنا برفرج حاجات على يوتيوب وحاجات كده منه جدا بس ما عنيش مشكلة ده أوفر ينتصر وهنتخل لدور التمانية مع حيقابل ده كوينز جامبت نستر ننتقل للمباراة القبل الأخيرة قبل ما نلعب الموتش اللي جاي ده خلينا فاكرين بس أن احنا بننتصر أو انتصرنا هنا لفكرة مين فن أكتر مش لأ عشان الموتش بدأ مين فن أكتر مين كان فن أكتر ده كوينز جامبت أو دي أوفر بها مش كل موتش حننتصر فيه للفن لأ عارف احنا اتكلمنا على ان الفن كسبت هنا لأن كان فيها مجهود أكبر والحاجات اللي انت جاي تراهن عليها في شرط أبجيكتس ما كانتش عظيمة يعني انت جاي تراهن على الدراسة النفسية بتاعت الشخصية اللي عندك خلل عمل مع راشي مش حلو الجريمة بتفاصيلها يمكن حلو في آخرها بس العلاقة بالأم المضطربة اللي ممكن تقدم على انها تأذي مش حاجه اصلا ما فهمش حاجة هننظر نقول علي عبقرية كانت كلها حاجات متوسطة تشورنوبل بلعنكم بص بأني عندي بيح ل عم اي �وظا انت المسكول من الآخر بس اكيد ورا حاجة اه ام اخوات بيبعدوا عن البيت فترة على الحساب ما انا فكر بعلا كده بيرجعولهم الزكريات غريبة هم من ايمين عن فكرة البيت القديم المسكول اللي كانوا عايشين فيه هم كان عايشين في البيت ده بتعرضوا للحاجات اللي جوها البيت هم قد فاض وبالكده بتزورهم الزكريات غريبة وبعد كده اخوهم بيموت تقريبا كان مضمن وبيموت حاجة زي كريم المهم ان فيه روح ملعونة بتبدأ تطرده بس متحرقوشي انت كل ده متحرقوش والشخصية الاساسية معنا هي خادمة كانت خادمة في البيت عني واحدة الشخصية الرئيسية اللي كان بيقوم بها الممثلة اللي فيوه اه لا دي ما كانش كتاختهم كتاختهم اه اختهم الصغيرة وكان اخوها التاني ده اقرب واحد لها اللي مات طب ما حد كده شطور يقولي بشطرته كراجل ريفيور وناقد ايه اللي مخلي المسلسل ده متميز اوي 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 كل الناس بتقولي ده هو افضل مسلسل اللي ما يكفل انا جب من غير ما تحرقوه اه عشان مسلسلات الرعب عمتا انت بتبقى داخل ولكن هنا في رعب نفسي بتلعب على فكرة الحوارات الحوارات متميزة جدا هنا فكرة الاخوات اللي عادين بيتكلمها مع بعض فكرة ان ان انت بتفرغ اللي عندك نحية اخوك لما بيحصل موقف صعب هم متفرقين في كل حتة والحادث دي كلها بتجمعهم مرة واحدة من تاني فبيضطر يعودوا مع بعض وينقشوا حاجات ما تنقشوش فيها من سنين انا شائل منك حاجة بس بعد عشرة سنين جيت اتكلم فيها معك ففكرة الفلسفة اللي بتدور بين الاخوات ممكن ان نستريليت لحاجة زي كده حلوة اوي فحاس ان فكرة الحوارات كانت متميزة بناء العالم نفسه بصراحة كان متماسك جدا يعني بص هو اول حاجة لما بنالك فكرة ان في روح ملعونة مجاش قدملك روح الملعونة دي بتهاجمهم هو حكالك قبلها بعشرين سنة مثلا بسنين كتير اوي الشرارة اللي بدأت خلت الروح الملعونة دي تتواجد اصلا مش بس ان هي حد مثلا ما ادفع بقى ملعون لا فبعد ما بتطريدهم لفترة بنبدأ بقى نشوف ان الشخصية اللي هي كتختم بتبدأ ان هي بقى تتواجه الحقيقة اللي هي بتكتشفها الاول مرة فانشايف ان دات بنالي كان على كام حلقة مثلا كان كل ده في اول حلقتين كنت مبسوط انا حزيت العالم بتبنى في حلقتين وبعدها الاحداث ماشت لحد الاخر انا شايف قد قصة بس انا شايف ان دي مشكلة كبيرة اوي معاه ان هو ما استهلش عشر حلقات بالنسبة لي انا مش شايف واستهل عشر حلقات بصراحة انا شايف القصة دي كان ممكن تخلص في خمسة او ستة ومطينا كتير اوي فكرة البيت ونروح ونرجع ونروح ونرجع فما كانش لي لازمة بالنسبة لي فكرة الاداات التمسيلية في ممسينك الاداهم ضعيف وباين جدا مش باينين كاهمة مش ادوار رئيسية بس باين اوي ان الرجل ده اداء ضعيف اوكا فكرة برضو مايك فلانيجان انا عندي مشكلة مع فكرة ان انت انا رعب وكل حاجة بس ساعات بينسى ان هو ان هو كاتجري رعب ساعات بينسى زي مثلا ان انت بتلاقي في حلقة كاملة حلقة كاملة بنتكلم فيها مع بعض بس مش اكتر انت مسلسل رعب فانت هتيجي هتخليني روح البيت من تاني واتخليني اخش البيت الفكرة ان هو مش بيقدم لك انا مسلسل رعب بس ما وعشان انا خوفك كل شوية اه مش تخوفني انا بتكلم فكرة الاحداثة يعني فيه واحد ميت عندنا فاحنا نتقرر نتجوز عن فكرة الشخص الميت ونتكلم دوقتي في اللي عندنا فانا شايف ان انت ساعات بتفصل بقى اللي هو انا نسيت فكرة اصلا ايه الاشو اللي عندنا اساسا ودخلنا في حكايات تانية دي حاجة متميزة فكرة الحوارات كانت مقنعة بس فكرة انا كنت بسرح يعني انا مش فاكر ايه اللي حصل انا مش فاكر احنا عينا ليه انا مش فاكر احنا الكونفرشن دي بدأت ازاي فاهم الفكرة؟ امم يعني الحوارات متميزة بتسحيلك معها ولكن انت مش فاكر هي بدأت امتى وخلصت ازاي فانا شايف ان بس في حاجة برضو عند بتاع المسلسلات بتاعته او الافلام هو هو مفيش حاجة هو فكرة بالنسبة لي مشهد الرعب هو خمسين في مئة منه صوت اي مشاب الرعب في الدولة؟ فانا شايف ان مايك فلينجل من احسن ناس بتاعتها تثبت حاجة زي كده يعني شايف ان هو عد شعره فانا من دي الحاجات اللي بتعجبني بصراحة في مايك فلينجل عامة انك هساون ديزاينج في طب مع كل المميزات اللي شايفين انه عنده فرصة قدام شرنوبل انا شايف انه عنده فرصة عشان شرنوبل مختلف معه في حاجة انا شرنوبل انا شايف ان هو مسلسل حكى قصة حقيقية بتفاصيلها بطريقة قوية جدا ولكن انا عندي مشكلة مع القصة الحقيقية شوية انت دلوقتي بص مش عندي مشكلة اعتراضا عليها لا المسلسل ده من انتاج امريكا انا لما جيت اتفرجة على مسلسل ما كنتش اعرف بصراحة عن القصة الحقيقية اتفرجت على المسلسل اتأثرت وكل حاجة وخلاص ومسلسل قلت ده مسلسل يعني اديتوا يمكن تسعة من عشرة فلما رجعت بقى ابوصت على القصة الحقيقية حسيت ان في مشاكل كتير انا قبلتها ازاي المسلسل ده كون ان هو بينقل القصة من وجهة نظر الامريكان ده قلقني شوية مقدرش انهم بيكزبوا بس ده قلقني خلينا ارحص اكتر اكتشفت ان في روايات تانية مثلا من السوفيت بتقول ان كان في جاسوس امريكي في الموضوع ده هو اللي بوز المفاعل وهو سبب الورطة دي انا معرفش بصراحة مين ممكن بس انا شايف ان تشيرنوبيس لا تسابوت الانسان اي عمل في الدنيا مش مفروض لا بس هو في النهاية وهو فيه بني ادم بيحكي والبني ادم ده هو ضروري عنده عاطفة وضروري عنده ميول وضروري واحتمال كبير يكون عنده اجلد فانت مفيش اي عمل في الدنيا تاخده من منظور ان هو نقل الحصد بدقة دقة ده هوت من فهومك برضو مش اصد بدقة بس هو جزء من حكمي عليه يعني انا المسلسل ده ممكن يكسب عادي بس انا لازم اقول المشكلة او بس انا لازم اقول المشكلة دي بصراحة انا مش هكلم عن شرنوبيس فنخليه بعد دي مش هكلم عن المفروض انا بس انا بتاعزو المشكلة دي بس هو هيكسب بصراحة لانه هو كمسلسل بقى لو يعني كيان انا اتفرجت عليه ومعرفش القصة الحقيقة لا انا منبهر مشي ده هو الساة هو سكيت وصلكة شوية ده احنا هنتكلم عليه بعدين على ما يبدو حيوفت شوية وقت عشان نتكلم عليه هيقابل لا واندا فيجين وانبليفابل واندا فيجين اه يا انا على مسلسلات مارفل واثنين هالسود انا كنت ضد فكرة مسلسلات مارفل دي كلها من البداية ما كانش عندي مانع مع الطريقة اللي كانوا بيعملوا بها شوية المسلسلات بتاعت شوية الشخصيات اللي ما كانش ليه على الحظ ان هيتخش بها العالم او يتعامل عنها افلام كبيرة فعملوها في مسلسلات زي الحاجات اللي كنت عمى ناتفليكس جيسيكا جونز دارد ديفل وآيرن فست والحاجات دي انا متفرجتش عليها بس انا اعرف قد ايه الناس كانت تحبها وقع في غرام لغاية لما هم قرار ان هم يلموا اللي حيوقع من نصفة الافلام بتاعت مارفل ويعملوا بيه المسلسلات وخلي بالك عايز اقول ان الناس مكتش حبها المسلسلات دي عشان هوا مسلسل كويس هيكت الفكرة الناس بتتفرج عايزة تشوف البطل الخارق ده لما ما يخش بقى العالم الانسيو يقابل بقى ايرون مان وكابتن امريكا يبقى عمل ازاي بس لما كابتن امريكا وايرون انت نحيتهم خلص وخطهم على جنب بعيد جدا وبعدم اللي حصل ان ان بتريد بواندا وبتريد بداية كويسة جدا مع واندا لان واندا مسلسل بعيدا عن القصة اللي هو بيحكيها هو قدمها فنيا في اطارة من ارواع مهم ايه البلد الغريبة ديت ايه الناس اللي عايشها ايه الشخصيات الغريبة اللي عمالها تظهر جوا الاحداث الرجل بتاع النحلة الجارة اللي معرفش ما لها ايه النطة بتاعت السنين اللي بتحصل ايه الثيم بتاعت المسلسلات وهل دي ليه علاقة او تبرير ولا لا فهو كان مسلسل فنيا انت ايه القوي واندا فيجن بالنسبة لي نهار شوية في اخر حلقة فقط لانا في اخر حلقة بالنسبة لي ورجعنا يا عام السوبر هيروز اللي بيهيروا وبيطيروا وبيضربوا بعض في الهوى وخلص معلق انا بصراحة بالنسبة لي اي مسلسل لمارفل هو يعني ايه زي ايه اه اه فليفر سايق فليفر حلو في كيكا مخبوزة وحش قوي يعني انا مش هضحي ان انا اتفرج على واندا فيجن وانا خلاص العلم ده ما بقتش شريخه كله لا هو انا انا مكنتش متوسم اي خير في مسلسلات مارفل بس واندا فيجن خلاني اتقهب لا احنا يمكن يكون عندنا حاجة احنا يمكن فعلا هنقدم حاجات كويسة يعني احنا كنا وصلنا لنقطة ان واندا ماكسيموف خرجت من عالم الافلام خلاص دي ما عدلهاش مكان لذلك خدوها هيا وفيجن وعملوا بيهم مسلسل بس اللي حصل ان المسلسل ده كان جامد جدا لدرجة ان هم رجعوا واندا فيجن جوه عالم الافلام تاني ورجعوها في دكتور سترينج فيلن وفيلن تقيل قوي بس انت بعد كده لما تيجي تتفرج بقى اكتر على المسلسلات تلاقي ان دي كانت استثناء كانت طفرة مارفل اصلا بتنزل مش متوقع انا مش مقتنع بان الطفرة بشكل عام بتستمرش بس الطفرة دي لابتستمر فبس واندا فيجن كمنتج مستقل بزي تصيبك من الاطار بتاع المسلسلات بتاع العالم مارفل حقيقي مسلسل كويس جدا انا شايف ان واندا كان متميز فكرة ان هو فكرة جديدة ولكن انا شايف مسلسلات مارفل بالنسبة مسلسلات مارفل هو انت لما شفت دير ديفل انا من نسبه لي ده مسلسل جايك جدا ما غدا نزل هو مارفل او لا انا شوف دير ديفل وما ظن هما لما شافوا رد فعلا الناس بعد مسلسل دير ديفل قالك نعمل مسلسلاتنا كويس رح بنزلين انا فاكر التلاتة دول خدوا استقبل شلا مع بعض نزلوا كمان انا شاف ان واندا عمتا كمان في المسلسل ده انا شاف ان اه اداتها تمثيلك جمدة جدا بس ما يكسبش كأداء تمثيلي ايه بقى عن بليفابل ده ده مسلسل اه بيحكي عن واحدة تم اختصابها والناس بيكذبوها اللي هو ده لا ده محصلش فبنا اخوض معها الرحلة فيه بس واحد بيصدق فيها بيمشي معها الاخر سكة طيب يا سكة انا معاك شوف اختصابوك ولا لا محدش مصدقة فالاخر بنقعد نكتشف في اسرار في اسرار المسلسل ده متقيم على روتن توميتوز تمانية وتسعين بس احنا من قصته عرفنا ليه عشان الناس مش مصدقينها اوكي هو حلو طيب يعني انا عجبني جدا المسلسل ده بس اروح كم حلقة ده؟ اه تمانية تقريبا او سبعة مش فكرة تمانية تمانية حلقات لو كان اربعة ولا خمسة قطة اروح اشوفه ولكن انا شايفه هو ما يكسبش بالنسبالي انا دايما مفضل فكرة انا استمتعت بالمسلسل المسلسل قد ايه او ما شفتش حاجة زيه قد ايه واندفيجن انا عمري ما شفت حاجة زي كده فكرة ونخش في عالم ابيض ويسود وبعد كان نطلع في حاجة تانية انا مش شفتش حاجة زي كده قبل كده من مورفل في المسلسلات فانا كان من نسبالي التجربة الامتع اه محبش هرجع تفرج عليه تاني زي ما قلت قبل كده اه صعب هو اصلا متلسل نفسي تقيل بانت يعني حتى مش متقن زي انت تضحي ممكن بعد كم سنة ترجع تتفرج على الحدوتة دي تاني لا هي حدوتة مش عبقرية حدوتة عادية هي ممتعة بس انت هتيجي في لحظة خلاص كده انا عرفت انتو عايزين توصلوا لي ايه ممكن في الحلقة كمان السادسة الخمسة انت هتفهم الرسالة وهتيمشي خلاص اوكي انا بالنسبالي اه تكسب عشان شايف مش مش بينطبك عليه فكرة ان انا انا مسلسل جامد اه بس مش بخاطب كل الناس انا مسلسل جامد اه بس انا مش هينفع ترجع تفرج عليها تاني فهو بتاخد على بعضه كده يعني انت هتاخده مرة واحدة هتخلصه خلاص فانا شايف ان العمل الفني الافضل والاكثر تنوعا هو واندا فيجين من انبليفبل واندا فيجين انا هقول انبليفبل لان انا واندا فيجين بس انا ضد اي حاجة المارفل فترة الاخيرة بصراحة اوكي انا انا واندا لقيني مشوفتش انبليفبل واندا واندا اتخدم لدور التمانية هو كده كده عمتا خارج خارج مين واندا انا بقى انا مش هقل اعمالها اعمالها بص للمستقبل لما نشوفها يوصل لفين نبدأ من اول خلصة سؤال مهمة بنسأله في هذه المرحلة المسلسل اللي انت كتبت لسه موجود لسه موجود ماشي اوه ده موتش انا مفرجتش على ويندي سياس انا مش هقلتش صعب بس اه ويندي سياس انت هنا بقى هتقارن شوية عندك اداء تمثيلي كان كويس في اه انت انت الوحيد اللي شفت الاتنين انا شفت الاتنين اوكي وانا شايف بصراحة كاداء تمثيلي اه اوه هتقول لي ان دول جروب دول جروب شباب ممثلين جمدين جدا واطفال بس انا شايف ان هنا انت شوفت ميرو في اسطون لا بس انا عايزك ما تقولينش هو الوضع دلوقتي يا فنم وضع الجدول دلوقتي على الناحق انا اللي عندي يعني انا شوفت ميرو في اسطون وحفوتلي هو شاف ويندي سياس وحيفوتلي الفكر السابن احنا نخمعت بس انا عايز اقولك قارن دور شخصية كوري عمل ايه واداءه في الحلقة التالتة او الرابعة كان عامل ازاي وقارنه مع اداء انا اكسابش بسراح ايها اكسابش في اداء التامسلية جامدة جدا ما سنفيش حاجة شابه في ميرو في اسطون فحظلم او ويندي سياس لو قارنته بكايت وينسلت او بيفن بيترز مش لازم الاداء يكون في نفس الدراما او في نفس ال هتظلم انا احطيتهم في مقارنة مع ايفن بيترز او اسمه ايه ده كايت وينسلت هتظلم لان انت بتقارن واحدة شايلة مسلسل لوحدها وعندها فرصة وعندها مجال ان هي تتعبر سواء بقى عن فكرة المشاكل النفسية المشاكل العاطفية واحدة في السن ده عايشة ازاي وهي محققة ست في بلد صغيرة وبتتحط ادام امام اختبارات لنزاهتها والعلاقاتها الاجتماعية هي عايشة جوه مدينة مدينة صغيرة جدا ليها علاقات اجتماعية مع كل الناس اللي فيها وفجأة بتضطر ان هي تروح لصديقة عمرها وتاخد ضدها اجراء يعني فهم فالموضوع مش بسيط فانت بتتكلم على صراعات نفسية برضو شديدة جدا يمكن هنا الاضافة حسب ما انا فهمت من كلامك هو احساسك الدائم بهول ان دي قصة حقيقية وان اللي بتفرج عليه ده وتحصل فعلا بينما ميرد مش كده بس احنا في النهاية قلنا القصة الحقيقية منظور اولا واخيرا وانا مش عايز ان انا بقى ابدل لوندي سي اس عشان هو مجرد قصة حقيقية وفي نقطة كمان انا عارف نهاية من قبل بخش اتفرج على المسلسل انها قصة حقيقية واردنا عارف نهايتها تمشي ازاي ولكن ميروف ايستون انت في نص المسلسل عندك تويست وفي اخر المسلسل عندك بس هي بربه مش دايما في المسلسلات بتبقى تويست بس مش ويست بس مكلم على اولا ومش قصة بس حتى بالضبط انا شايفت تويست كمان مثل ما انت قلت انت كلمت على الاداقات التمثيلية انا بقولك ميروف ايستون شايل لك صدمتين منهم واحدة مش عايز احرق بها لليس عايز ان احرق بها لليس عايز ان احرق بها في صدمة في منتصف المسلسل ولا بني ادم على وجه كوكب الارض كما كانت توقع انا بقولك حاجة ما بيقدموش عليها مثلا في واحد فلمية من الافلام اللي في الدنيا كلها انا عايز اقول لنا بعد الحلقة الرابعة من ويندي سي اس انا مشوفتش حلقة زيها اثرت فيها بالطريقة دي يعني انا نادرا في مسلسل اتأثر باداء او طفل كمان من طفل خصوصا انا دايما الاطفال مش بتأثر بالاداء جامد انا اتأثرت بواندر اه اه واندر صراحة كطفل يعني فانا ويندي سي اس اداء تمثيل عالمي مسلسل جامد جدا متكامل من ناحية كل حاجة اخراج متميز اداء تمثيلية زي ما علاء قال ولكن لما تحطوا قدام ميروف يستون فانا مفيش وجه مقارنة بالنسبالي غير فكرة عنصر الجريمة اللي مشترك في الناحيتين دي جريمة حصلت ودي جريمة حصلت هنا عندنا متهمين هنا مش عارفين مين المتهم بس يعني انت ما تخليش ده حكمك لان احنا هلقابل ضمر وبيف دلوقتي مش حكمي لا لا انا حكمي بالنسبالي انا استمتعت بمشاهدة اني اكتر ميروف يستون بلا شك كان بالنسبالي امتع في المشاهدة بس مين انا فادي المسلسل ممتع بعيدا بقى موضوع الجريمة والتفاصيل والتقطيع والكلام دوت في كوميديا كتير اوي في مواقف غريبة حصلت امها شخصيت امها بتطلع كوميديا تطلع كوميديا مواقف من اغرب ما يمكن فانا شايف ميروف يستون يعني انا مش حاعد افكر شوية يعني انت كده كده هتفوت يا عم انا لسه انت ما شفتش ميروف يستون انا ممكن اقنعك بميروف يستون صعب صعب اصلا انا ممكن اقنعك بس صعب انا شوفت ويندي سي اص فانا عارف الدنيا تمشي ازاي واخد قراري معديك مش انت سوينج انت لازم تحسب انا مير وهو ويندي مير بصراحة طيب قلس مير معين ويندي سي اص انا بحبه جدا بس بحدي بحدي بربا حلقات كل حلقة مدتها ساعة تقطع القلب هو قبل قبل ما انتش صعب انا ما شفتوش طبع ما انتش صعب ده مير وبيف احنا شوفنا احنا الاتنين احنا تلاتة شوفت الاتنين الله اخيرا جامد الكلام ده حاشتكلم على دامر بقى لغاية دلوقتي لا احنا دامر سيب نافل كان طالع مع مين بسهول الوقت يدخل على ما انتش جامل طالع لك كليدوسكوب يعني كليدوسكوب باد عبادري دامر ايفن بيترز تاني بعد ميروف ايستون تعريب بيقولك ايفن بيترز بقى كان جاله تروماتايزد بعض اه بتعالج وحلق مو طبيعي والله انا كنت بتعالج شخصية اي حق كل اللي شافوا للمسلسل ده جالهم كوابيز اوه انا مش عارف مع بحنا انا كمان كنت افعالي وانا باكل فتاكا جدا 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 ايه 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 امش الدرجات دي حبي عميل فتاك انا كنت عارف امي بخش امي بفعش ايكل طبعا دامر بالنسبالي هو نضج ايفن بيترز يعني انا شايف ان ايفن بيترز كان بيخش في حاجات كتير قوي زي ميروف ايستون نضره فيها متميز جدا ولكن انا ما شفتش ممثل ناضج قدري شيل دور لوحده ودورتي ايه لزي دامر تعمل عنه قبل كده وتعمل عنه قبل كده فيلم بلاوي تعمل عنه حاجات كتير قوي مفيش حاجة منهم كاتمقنعة قد ايفن بيترز النظرات اللي على وشه دي انا بقلق جدا يعني اوه كريبي اوه انا فعلا ما شفتش حاجة زي كده دامر فكرة انه اللي هو انت من كل حركة هو بيخطيها انت متأكد ان في حاجة غلط في دماغه هو مليون في المية في حاجة غلط انت مش قادر تتوقع هو هيعمل ايه في اللي جاي وانت قاعد هو مجرد كونفرساشن عادية بينه بين الشخص اللي قاعد جنبه انت عارف انه في اي لحظة هي قتله وعارف انه في اي لحظة ممكن يخدم على اي فعلا انت مش متخيل مش بس هي قتله يعني انا بعد اقول دي اخيرها خلاص هو بقى هي قتله هنخص لا بلاي عنده فهم عايز يزود ياس فانا شايف بصراحة ان دامر كان صادم جدا فكرة الدموية والعنف جور وبرضه هو مسلسل مليان زاوية هي مش الزاوية الوحيدة انك تبص على قصته وخلاص بتتكلم على برضه نشقته علاقته باهله المجتمع اللي حواليه ازاي من الاسئلة المرعبة اللي دايما بتتسائل على وجود اي قتل متسلسل الناس اللي حواليك انه فين ازاي كلام ده هتحصل حواليك ومحدش حاس به فين البوليس فين القانون طب هو الكلام ده هتحصل في فجر التاريخ يا جنمان ده من ده من حبة وسطينا كده في عمارة زي ايه دي في وسط الناس في كلام زي ده وده الصدم ده المرعب الاكتر من مرعب من رعب هو عمل ايه ان الكلام ده هتحصل فين وامتى اكتر مشهد مرعب بالنسبة لي انما كان الست قاعدة وسامع صوت في حاجة في حد بيونشر في حد مشغل حاجة وشام ريحة غريبة ده مرعب بالنسبة لي فكرة انت عايشتين الاتموسفير وعايشتين انا اكتني اقعد مع الست وشام من ريحة واكتني اقعد سامع الكلام دوت كله فتاك مرعب جدا فكرة الروعب لغير ما اشوف حاجة مرعب انت ممكن تبعد مع نفسك كافش اتفكر ما ممكن يبقى في حد قاعد جمبي بيعمل حاجة زي كده انا ما اعرفش انا القيمة الرئيسية بتاعت راسل بيترس في المسلسل ده هو الصدمة الكبرى انه هو في الحلقة الاخيرة صعب علي انه رغم كل اللي احنا شفناه منه ده وقت هو قدر من خلال تكسيرهم بس ان حاس دي سقطة منهم انه هما يخلوك ان انت تحس بالشعور ده على الاقل ده ممكن يحصل في اول حلقة حلقتين بس ان هو يحصل معك في اخر حلقة شافه شطارة من ايفن بيترس بس لا بس فكرة انت تترينيت مع مجرم انت تتعاطف معه في اول حلقتين هو رغم انه بيوصف حياة وحش من البداية للنهاية ولكن هو الابروتش بتاعه انا هيومن ده حياة بشرية بيحصل لها بس المفروض انت في اول حلقتين بنتقبل ان احنا بنشوف النشأة بتاعتك اللي حولتك للشخص ده اللي انت بقيت عليه بس المفروض انت لما تبقى في الاخر انت خلاص كل الحاجات الزغيرة اللي جواك اللي انت لسه متعلقة بانسانيتك اختفت خلاص لان انت دلوقتي بتعمل جرائم مستحيل انسان بيعملها عنده وعي انت مش غلط اقوى بصراحة انا تعطفت معي يمكن عشان حسيت ان انا فهمه فهمك يعني انا جيت في الاخر بس انا انا مع لا يعني اخفرنا انت بجيت نظر علاق في حاجة هو هو اداء رائع من رأس بيترس في كل تأكيد بس يسخطبنا المسلسل ايه مكانش ينفع في الاخر تصديد بس حل التعاطف معه غريبة ايه فحس ان في حاجة غلط بس انا بالنسبة لي لما بحس ان الشرير انا فهمته وقدرت انا تعاطف معه ولولو له جزء صغير فهو نجح بالنسبة لي زي فكرة مثلا ثانوس انا ثانوس بالنسبة لي هو انجح شرير في عالم موارفل ليه لان انا فهم فلسفة بتاعتي يعني فهم هو عايز يعمل كده ليه فهم متعاطف معه هو مونستر بيقتي لاي حد يجي في وشه بيقتي ثانوس خد فرص كتير عشان يشرح فلسفته بالزبط ده مفيش ده وقدرنا في الاخر زي ما تقول له حسب سن التعاطف معه في الاخر واده غلط من الصح بس الفكرة ده انا خصيت هو مفروض ده مكانش يحصل كانوا مفروض يخلوا النهاية بالشكل اللي تخليك طول النهاية دي الشر المطلق ده يعني حتى انت لو فرقت على انترفيوز لدامر ده عمتلا في السجن ولا شخصية حقيقية هل ليه متوازن جدا يعني شخصية متزمة وعد بيتكلم كل هدوء وعد بيتكلم ولا اكن في حاجة حصلت وكلنا عارفين ان هو مونستر حتى اسم المسلسل دامر دامونستر ستوريا حاجة كده يعني فانا بتكلم انت داخل وردي انت عارف ايه وعارف ان ان ده ده جيفري دامر وعارف ان هو بيأكل الناس وعارف ان هو بيقتل الناس بس فكرة في الاخر هو هيستفاد ايه لما يقدم لك فكرة انت عارفها اريد لا اما انت يعني انا دوقتي قدر اقول المسلسل ده متميز ليه عشان هو على مستوى الواقعية كان عالي جدا وعلى مستوى تصوير المشاهد كان عالي جدا اداء تمثيلي كمان كل ده جميل بس فكرة هو وصل لي هو الرجل ده فعلا جاي منين يعني جيفري دامر وهو صغير جاي منين خلاك توصل في الاخر ان انت او انا فهم يعني ولو لسنة بسيطة ومن غد نتحس انك بتتفرج على العمل توثيقي مجرد انه بيحكي لك قصد حياته السوق مش حاجة جديدة انه هو يبقى لك نشقة القاتل المتسلسل اي مسلسل كده بس ازاي ده علم لهذه الدرجة عن اي مسلسل اخر هو علم بسبب ايفان فيترس بس انا شايف ده السبب لا والابروتش بتاعه انت ممكن تعمل ممثل يقدم اعظم حاجة في الدنيا وصياق المسلسل يبقى ممل مهما هو عملك بس ده محصلش انا كل حلقة كانت بتاكل وجهة نظر معينة زاوية معينة وادرك المسلسل على المستوى الاقاع لما تيجي تبص عليها على حلقات انه ما ينفعش استنى لغاية لما يدي لك نهايته في اخر حلقة فصرع بيها في نقطة معينة وبعدين قالك ان في زاوية اخرى بقى عايز ان اتكلم عليه المجتمع عامل ازاي الناس حيتعملوا ازاي مع المكان ده مع البيت ده مع الحاجة اللي حصلت فيه وخصص وقت الدوت فهو كل ما تكون تتقرب من انك تزهق من النغمة اللي احنا عمليين اعزافها يروح مغيرها ونقل على نغمة تانية بس انا شايف ان هو كان ناجح قوي معادي اخر حلقتين اللي هم حسسوني في الاخر كده ان هو صعب عليه انت بس دلوقتي اللي خلتني ادرك موضوع انه ممكن يكون المسلسل اخفر في النهاية انا كمان في الاخر حسيتم بس انا وانا بتفرج ما كنتش متضايق انا حسيتم في الاخر ايه ايه او انا ما كنتش متضايق انا كنت متضايق فاشخ طبعا بس يعني ما كنت متضايقتش من المسلسل طبعا بيف عنده فرصة او لا؟ هو مشكلة بيف ما عندهش فرصة بس انا عايز اقول ان بيف مسلسل جامد وكان ممكن لو واقع مع قرعة تانية عادي هو بس حظه سايق اوي اه 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 بيف في اتنين الناحية التانية يكسبهم بسهولة صح؟ الناحية التانية من اللي طالعوا او من هنا؟ لا من اللي موجودين لسا هو يكسب؟ يعني بيف لو راح الناحية التانية في مطشين هنا لو ما كان حاجة فيهم هيوصل منص نهائي هو يكسب على الاقل من اللي اربعة دول اتنين فعلا من ده اللي بقول اذا في دمر؟ دمر ينتقل لمقابلة راسل بيترس يقابل راسل بيترس اه مش مخطط ليها مش مخطط ليها خالص اما الناحية التانية في دا كوينز جامبت يقابل دي اوفر شايفها خلصانة؟ انا شايفها خلصانة دا كوينز جامبت اوي بسراحة انا لا بس صعب 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 ماشي انا عنديش مشكلة دا كوينز جامبت اثار اعجابي بس مش اكثر من كده وتسليت وانا بتفرج عليك دا كوينز جامبت ملحمة بن اللاسينة اوه شرحها عالمي والسفر ومروح ومجيه وتاريخ وقصة ويح دا كوينز جامبت هيعدي بس مع اولد رسبيكت او دي اوفر السينماتوغرافي بتاع دا كوينز جامبت اي جمع انا رفت كارت دلوقتي الهدوم اللي كان بتلبس او اصلا السين بتاع الوان كان لايق على الوان الشطرانك سهلة 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 دا كوينز جامبت هه وهين سهلة سهلة هنا سهلة تشيرنوبل وايه السيرنوبل واندا فيجين ماشي يعني الماكياج بتاع تشيرنوبل يكسب واظد فيجين كله ناف positives نا حالي الممكن اقول ان العنصر النساء في واندا فيجين يكسب جرنوبل عشان شرنوبل ما كانش فيه عنصر يكسب فالماكياج يكسب هنا واندا فيجين اه حلقة الكلاب في تشيرنوبل تكسب واندا فيجين نص في النهائي ما عروف ايه ستويني مطابل short شعر شكرا. يقابل تشرنوبل. علاقة ما شفتش انت مير ها. انا مير انتم موديينه فاصل ان انا مفوت عليها ملحمة. مش ملحمة بس. نزم هنتكلم دادي هنتكلم. مسلسلة لسه موجود? اه. مسلسلة لسه موجود? مسلسلة لسه موجود. مش عارف. موجود اه. موجود. مير في اسطاني قابل دمر. لسنا متكلمين عن دمر؟ بالكتير ما قلتش حاجة بقى اقول بقى اتكلم عن دمر بقى شوية اتكلم عن انت عاوزه شوف عاوزه ما شوفش مير انتو مصلين النص النهائي فتحطيت في معضلة غالبا انا مش عايزين اتكلم على اشوف تأذن بس انتو عايزون ان انتو هتبقوا مختلفين ولا هتوفقوا عن الشراء ده طاطع؟ اه انتو هتبقوا مختلفين شايف مين فينا هيفوت ايه؟ انا شايف ان انت هتفوت دمر اوكي وهو هيفوت مير اوكي ماشي هنشوف ده طاطع صح؟ بالنسبة لانا ولا بالنسبة ايه؟ انا بالنسبة لانا شايف ممكن يكون صح معرفش مش عايز اكشف تلك ممكن تقنعني ان دمر احسن انت فرقت على دمر؟ فرقت مشكلة انا احب اقارن مثلا لما يبقى عندنا مسلسلين اقارن دمر ماشي نقارن اوه على فكرة دي انا موضج حلو ايو للمقارنة ايفن بيترز هنا ايفن بيترز هنا فكرة الاداء التمثيلي اظن ان اكيد هتبقى في دمر اكدر عشان اوه اخد الاسبوت اكدر ومضج اكدر فاكيد كده كده اكدر والله ايفن رفوستان كنت جباري من اللازين عارف راسل بيترز يصنف بشكل اهم باخران وممثل شاب شوية وطالع بيحب كيت وينسلون مش اي ممثل في الدنيا يعرف يبقى اللاج دي على فكرة وانك كمشاهد تشوف الكيوتنس اللي فيه بتحسش انك مزعج من ان هو حسس باعجاد تجاهها يعني انا شايف ان دمر دراسة حالة طبعا ان ندرس دمر مسلسل مقفول على نفسه عجبني اوي انك قلت دراسة حالة مش دراسة شخصية الله ينور عليك فانا شايف ان بصراحة بالنسبة لي مسلسل الاشمل من ناحية الدراما الحوارات كانت كويسة جدا في دمر انت اه قاعد مش مرتاح وعارف ان الراجل دا في حاجة غلط بالنسبة له لكن الحوارات في ميروف إيستاون انت بتريليت مع واحدة عندها مثلا اربعين خمسين سنة وبتحاول تعرف هي ازاي عايشة ازاي بتماشي يومها العلاقات بالنسبة لها نظرة الناس لها الناس اللي عندها اربعين خمسين سنة بشر عليين على فكرة ايو 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 انواحد زي ريليت لحاجة زي كده انا فهمت اما بيفكروا ازاي انا عجبني جدا الحوارات فكرة امها بتطلع مش هاد كومدية مش موجودة بتطلع مواقف من العدم مع ان القصة سيم ازاي مملة ولكن انا مزهقتش بصراحة فكرة الجريمة والكلام ده كله كان يعني حاجة على الجنب بغض النظر عن فكرة الدراما اللي بتتقدم في المساسزة نفسه شايف ان اداء تمثيلي بتاع كيت وينسلت كان يعني بالنسبة لي هو الافضل من يعني انا شايف ان كيت وينسلت افضل من كاليد افضل من ايفن بيترز في دمر عشان كده انا كنت اقول هو هيفوت مير تصريح جريء عزيزي عبد الرحمن انا مع مير اوفيس تاون كاداء تمثيلي كايت وينسلت افضل من دمر بالنسبة لي انا طبعا طبعا الدنيا مش كلها كريبنس الدنيا مش كلها مش كلها كريبنس انا غير مير انا ممكن اكون اتفرجت عم سلسلك كتير قوي وبحبها اكتر من دمر بس لو جيت قارن اداء لا انا اللي بحس ان زي الناس اللي عندها معينة وانا بقى جسد شخصيته يعني بحس كده يعني بحس كده بحس ان دي ادفانتج بصراحة حساسة انه بتدي اوفر باور داوي يعني فكرة بس انت متقولش ان راسل بيترس في دامر مثلها من الكتاب لا لا هو عملها حلوة جدا عملها حلوة جدا على فكرة انا ممكن اجيب لك مثال مثلا كان برضو فيلم بيحكي قصته اسمه ده ايس مان حد شافه كان بتاع اه ماكل شانن ايوه بس ماكل شانن ما كانش سايكوباث بس كان راجل قايد كانش قايد لما كان عنده مشكلة في دماغه لا كان اتلقته انا مجاي في دماغه اللي هو بتاع اه كان بيقعد زعه كتير اسمه ايه كان قايد على كورسي كده مش عايف ماكل شانن برضو ولا لا لا بس قصد يعني ان اقول ان كان عنده نفس الفرصة اللي عنده دمر بالزبط قصة حقيقية معروفة وفي مقابلات مع الراجل مقدارش يطلع الاداء اللي انا شفته في دمر ايه بس هم مكنش سايكوباث بس برضو مين عمل سايكوباث وحش قصد هتلاقي في كتير بس احنا مش هنفتكره لا مفيش عشان كده انا اي ريليتت جدا اللي انت قلته في موضوع انه زي ما يكون واحد بيجازة شخصية ديسابلتي او بقى عطه ده بتبقى جرين لايك اللي هو يا جماعة ده الراجل ده عمل دور للرجل عمل ديسابلتي حن بس انا قولك ده ما عملهاش من الكتاب هو عملش شكلها غريب يعني انا الريفرنسيز وانت بتقول مين عمل شخصية سايكوباث جريد بسرعة بس بس دمر ده خرج خرج عنهم خالص بقى فتا لوحده بس انا باتكلم فكرة ان مش عايزين دوت يخلينا يعني نتأثر فكرة ان هو هنا شخصية عادية جدا مش سايكوباث وبتاع لعيب عبدالرحمن ده والله فانا شايف ان دمر هو اه جامد جدا ولكن انا شايف ان فكرة ان انت عندك شخصية سايكوباث مش رفتش انها تقدمت وحش انت قدمتها بسرعة ان العوامل اللي انت روحت في بيها الميروف إيه ستاونا لشان تبرر تفوقه وروحت لعناصر الصدمة عناصر الصدمة والدراما طب هو دمر على مستوى عناصر الصدمة هو صادم كوحشية ولكن كفكرة ان ده حصل حاجة مش ده لا 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 وعلى انك تشوف خلفية حياته يعني انا شعرت بالصدمة الواقع ان ابوه وهم صابوه مشي وهم الكنين وهم حد تشوفوه كالدريان وهم صابوه مراهق لوحده بس انت متوقع ان حاجة زي كده? هو طالع من بيئة صعبة او طالع من حاجة يعني معقي صغير ولكن انا مكنتش توقع اي حاجة اللي حصل في الميروف إيس طاو مين كان اتوقع نهاية ميروف إيست varit او مين كان اتوقع الحاجة اللي حصل في الميروف إيست harbor يعني انا كنت شايف ان دمر هو ايا كانوا حصل معه و هو صغير و حصل معها حاجة سياقة جده طلعت لنا المونستر دا ولكن انا في ميروف إيستوان القاعدة عادي جدا مستني حاجة معاها تحصل لديت حاجة عمري ما كنت تتخيلها تماما ولا أي حد يتخيلها فعنصر الصدمة لو هنتكلم على صدمة الصدمة لا ميروف إيستوان أكثر أصلي دمر برضو ما نندرش أن احنا نقول عليه مسلسل بيعتمد أنه يصدمك في حاجة هو بيلعب حتة تانية خالص هو بص حكيلك قصة القاتل ده وقال لك النشأة بتاعته وأقنعك أن طبيعي ممكن بسبب النشأة الشخص ده يتحول لكده بشكل تدريجي مش بيبرر له هو حكيها بالتدريج يعني فاهم سبب ونتيجة غير النهاية طبعا ده مختلف عليها بس هو يمكن أكتر مسلسل تكلم عن قاتل المتسلسل قدر يقنعني أن عادي ممكن واحد بسبب نشأته يتحول لشخص غريب وحشي عنه أنا شايف أن معظم السيلير كيلرز أو النوت اللي عندها مشكلة في الفكرة أن هم سايكوباث وبتاعها بيبعندهم مشكلة دايما في الطفولة يعني في مشكلة أثرت عليهم فلا فتشايفها جاية بصراحة بس طبيعي ده شيء طبيعي مسلم بي وفكرة أن أنت نظرت أبو لما قالوا له أن ابنك بيعمل كذا وكذا وكذا هو الراجل وعلى فكرة أن أبوه بالنسبالي كان من هو الأداء التمثيل الأفضل بس رجل أنت نستمر كما نسبالي هو الأفضل مش أفضل من لا لا في المستسلسل عماته بالنسبال الأدوار التانية كما نسبالي هو الأفضل ما بينه ففكرة أن الراجل دوت هو عارف أن ابنه يعني هو يعني فاهم هو عارف أن ابنه ممكن يعمل حاجات زي كده هو تصدم آمن وحشية الكلام ده كله بس أنا حسيت أنه هو كان متوقع لأنه شايفه وهو صغير بيعمل حاجات مشابهة على سكيل الأدية بس أنت دايما بتشوف دوت في الأطفال أو الشباب وعمرك بتتخيل أنه ممكن يوصلوا لده وانت بتتصدم بس أنه بردية وعنده ميول عنيفة عنده وحاجة مش مستقرة نفسيا لكن أعظم وحشة في تريخ البشرية لأ محدش بيتخيل إنت عملت كيسة جبارة أنا شايف أن مير هو خلني محتر شوية بس أنا أنت ما شفتش مير أنت مفهوم أنك تكون متحاجز بس لأنت تكون أنتو الاثنين معترفين بمير فأنا حاس أن أنا فاتني حاجة لو كنت شفته كان ممكن يكون لدينا رؤية مختلفة مير كان أفضل مسلسل في سنة وقت كل تأكيد يعني فقم في سنة 2021 21 21 فأنا شايف أن ميروف إيستاون هو الأفضل هو الأكثر تماسكا بالنسبة لي اللي بيقدم دراما أفضل بغض النظر عن دراماة وأن هي أمور أفضل بس أنا شايف أن هنا الدراما فيه شوية سلو بيرن في النص في شوية أحداث بتتبانى بطء وعلى نار هادية جدا بعدها صدمة إنت مير وإنت ضمن أنا حقول لكم الكيسة بمنتهى الصراحة لفتدني أنا كنت مائل لضمن وعبد الرحمن خلانة لخبط وأنا دلوقتي متلغبط ما بين حاجتين ما بين أني فعلا أكسب اللي أنا بقيت مقتنع أنه هو ممكن يكون العمل الأفضل أو أكسب العمل اللي على الأقل شوفنا إحنا التلاتة بحيث في النهائي ما يبقاش فيه واحد لا لا عادي بص أنا أحاول مع ضمر هل أنت شايف أن في مسلسل قاتل متسلسل ممكن يجي في السنين الجاية أعلى من اللي شوفناه في ضمر؟ كأداء هو الحاجة كبناء للشخصية متفكروني فيه ايه تاني أصلا تعمل كان في الحكاية دي؟ قاتل متسلسل؟ يا أصلا قاتل متسلسل من منظور القاتل داوة ما بتعملش كتير هو في الأغلب بتعمل دوكيومنتريز ما بتعملش أتلان يعني تل باندي اللي عمله سمو إيه دا أنا ما شفتهوش ومحسنتش أن فيه ناس كتير يتمت بيه ما كانش جايد يعني أنا شايف تل باندي عمتا كان مور انترسنج عن كده بقيت الحاجات مايند هونتر أنا في تقليلش أقسمها أن هونتر كان مسلسل أفضل من دمر أصلا أنا حاببت بلاك بيرد واسه عشان فكرني بس خلي بالكما بقى صعب أن هما يعملوا يعني من بعد مايند هونتر صعب أن هما يعملوا مسلسل قاتل متسلسل بنفس الجودة اللي احنا شفناه دا مايند هونتر ما ينفعش يتقلع ليه دا مسلسل قاتل متسلسل أصلا هو مسلسل تكوين واحدة التحقيق في الجراءة من المتسلسلة وتعامل معنا ميزة كتير وإزاي كان بقيتهم من البيسمينت بقى وتاعه بس فكرت أنه أنا أمسك واحد واحد وأقعد أحلله زي ما حصل في دمر واللي أنا فهمه أن هما ناوين يعملوا ناس تانيين هما مش هتوقفوا عند دمر آه ما نسلر ويكملوا فلا دمر ملوش مثيل يعني رغم أن فكرة أن نحن نجري بسرعة على الحتة هو أقدم إيه جديد هو أبدع في إيه هو غير في إيه هو بتاعه آه هو شبه القصص اللي سمعناه كتير مثلما تيجي تقرنوا بأعمال مش هتلاقي أعمال كتير أوزان أنت متخيل هو الحقيقة فريد في دي تمعك حقا أنا شاف أن دمر فريد من أحد السايكوباد بس أنا أتكلم على مسلسل الدراما إيه مسلسل الدراما جيه في آخر خمس سنين يعلي على ميرك آخر خمس سنين؟ ده قلت عشر أقول لك بس خلاص ماشا مفيش حاجة تعلي على ميرك أنا هو فريد بردوي أنا أنا شاف أنه هو فريد منه زي ما دمر فريد شاف أن مير فريد مير شبه شرب أوبشوت بس مين عمل ده أحسن؟ دمر شبه حاجات تانية كتير بتطلق وحشة ممنسمعش عنها إيه بقى حاجات تانية دي ما أنا مش عارف؟ يعني فيه ايه تاني كتتعمل عن سيلر كيلرز كان وحش هم قولين ليه؟ لأن هو ريسك جامد برضو أنت لازم تجيب أداء أنت ماشي على جزاز مكسر وأنت هنا برضو أنت في ميروف إيستاون بتديني حاجات أنا بالنسباني مش مهمة يعني أنا مش مهتم معرف واحدة عندها 40 سنة عايشة إزاي في مدينة صغيرة بس أنا بقيت مهتم بس أنت مهتم أي أنت خليت الناس كلها في أول ثلاث حلقات تبقى متعاطفة مع دمر وهو قبل ما أقوله موضوع أن أنت مفهول كان متعاطف في النهاية هو أقول الركستر أنت بتبتدي بأنك متعاطف مع الدوافع اللي حاولته لهذا الوحش وبعدين بتصل لأقصى درجات الكراهية والصخط على هذا الوحش وبعدين بتيجي في آخر حلقات رجعت التعاطف مع تاني فحرفين الكتاب عمالين يرموك كده ضحية ومجرم في نفس الوقت بس ميروف إيستاون بس ميروف إيستاون أنا من نسبالي مير كان أنا من نسبالي أنا حب الدراما أكتر من فكرة أنت سايكوباث وبتاع شفتها كتير ومتعملتش حلو كتير وده نقطة بوينت الدمر طبعا بس فكرة أنت تجيب لي مسلسل أنا فعلا مش مهتم بالقص أنا فعلا معدي شيء أنا لو حكيتها لك علاقة دلوقتي كبريميس أنت مش تتبقى مهتم بس ده مش مقص بس لما تتفرج أنسى حاجة تانية خالص مش مقص للحكم أنا ممكن أجيب لك أمثلة كتير عن قصة مش مسلية للاهتمام اتحولت لمسلية للاهتمام لا أنا في حاجات بزيارة نعم نحن نتكلم في تصنيف بتاعنا مسلسل قصير في أخي خمس سنين أنا شايف لو عاوز الموضوع إيستاون لو عاوز الموضوع إيستاون أنا ما بحبش المسلسلات عموما فإن أنا أقعد أتفرج على مسلسل ده موضوع صعب وتقيل علي مار أنا ما بتريتش أتفرج عليه غير بعد بما في العالم كله كان وصل لحلقة الثالثة من الوردوف موت لكن فعلا زي ما عبد الرحمن بيقول إنت لو كنت حاولتك بعهولي أيا كان إنت مين أنا مش هاشتريه أنا اشتريته لأنك شفتك من العالم كله بيتابعه وإن هو موجود تعالى بس ننقل على حاجة بسرعة ضمر أنا أتفرج علي من أول حلقة من أول يوم نزل فيه ليه لأن البريمس بايع نفسه دي قصة جيفري ده تعالى لكن ده إن هو يلم الناس دي كلها حواليه ويحصل على قادة الإعجاب المرعبة اللي هو حصل عليها وينهي بشكل مقنع للجميع ويعمل لك صدمتين ثلاثة داخل الأحداث بتطلع موصول في الآخر ده شيء مهم بس إنت هتقدر تطلع مسلسلات تعاوض تعاوض المسلسل ده في السنين الجاي بس مش هتقدر تعاوض فين طب زيه ما ما نعاوضناش في السنين اللي فاتت مسلسل درا بص أنا فهمت من كلامكو إن هو مسلسل قصته عادية بس يا بعد كده فيها صدمات ومش عارف ايه نتكلم دراما يعني مسلسل حلو زي الأفلام الكتير جدا اللي متعرفش هي حلوة ليه بس حلوة ده حلوة ليه محدش عاد تاكسي درايفر حلو دي أنا مرة حد سألني تاكسي درايفر ما عرفش بس هو جامد عايزين نحسن انت قلتوا إن دمر كان فيه سقطة مهمة جدا نسيتوها فكرة من خلاكتها تعاطف مع فين السقطة اللي في مير بقى عايزين نلاقي السقطة اللي في مير أنا بالنسبة لي نهاية مير كانت مرضية بالنسبة لي نهاية دمر بالنسبة لي نهاية مكاتش مرضية أولي لأنه ما خلاننا تعاطف مع مخلصة أنا كنت مرضي تماما لغاية لعم علاء أبرز النقطة اللي كان بيتكلم فيها بالضبط فدمر نهاية مكاتش مرضية العلاء هو أنا مش واخد صايد الصراحة أنا بتكلم عادي اللي عجبني هنا ولي ما عجبنيش هنا حتى لو أنا بحب اضمره برضو بقوله ما عجبنيش أنا مش واخد صايد الصراحة أنا في الجنب ده مش من شخصانها بس ممكن في الناحية التانية دي اشخصانها شوي يا عم شخص الناحية أنا بتكلم عن الناحية دي بس أنا الناحية دي عشان أنا ما شوفتش طبيعي أنا هلف بيه ضمر بس هو هو لا يقر سيطر هل هيختار أنا بص بص أنا في مخي الاثنين متساويين للأسباب المختلفة متساويين هل هتختار القصة اللي تحاولت لقصة مفيرة للاهتمام غير متوقعة ولا هتختار كتاب عبقرية هو هناك كتابة جامدة جدا كتابة عبقرية لو هتيجي تتكلم على فأنت هتلاقي أما الاتنين متساويين أما المير متفوق أنا فعلا كنت عاوز أكمل بدامر عشان النهائي يكونوا عمالين احنا الاتنين شوفناه احنا التلاتة شوفناه بس انا مش قادرة تخطى العبد الرحمن مير ماري عم ماري عم ماري عم ماري أصل ماري عم ماري عم ماري عم معرفش والناس بقى في الكومنتات يحكموا علينا في النقطة الناس اللي شوفوا المسلسلين يقولوا كوينز جامبت وتشرنوبي انا شايف ان المنافسة فيها عادي خلص يعني ممكن لو انت وريت المنافسة دي لأي حد يختار شرنوبيل على طول بس ده كوينز جامبت القصة ابتدت من مكان من اول ما الطفلة دي تولدت عملت حادثة وبدألك الحكاية من اولها خلص ومش عايزة انسى المشهد اللي كان قبل اصلا ما هي تعمل حادثة وهي قعدة قدام الرجل الروسي وبتقول له انا اسفة المشهد ده قعدني سبع حلقات وما امتعي العبوات انا عايزة اعرف بقى كل اللي حصل قبلها ازاي البنت دي وصلت للمرحلة دي النهاية تبقى في المكان ده وكل الكاميرات حواليها ويا تقريبا كان الطلعة كانت بتشرب مدمنة فانا قعدت بقى تقريبا خمس ستة حلقات من السن اللحظتي تحصل ممكن ما كانش يعمل للانترو دي البداية دي للمسلسل برضو كنت هشتري بس هو خلق عندي حتة اصارة وتشويق وانا عارف القصة ان لعبة شطرانج هتهي من على لعبة بيسوجها الرجال وكده فهو خلق عندي حتة تشويق في قصة انا شايف ان ما كانش فيها تشويق كبير لان انا عارف ان اكيد هتنتهي بقصة نجحة في الاخر مش شرط انا كنت مشدود انا بالعكس انا كل مطش شطرانج بقول يلا انت هتخسر المراتي بس هتكساب المرة الجاي لا بس انا كنت مشدود ليه لانهم حطيت المراتي انا كنت متفرج على كل مطش زي ما يكون مطش بتلاعب قدامي فعلا ومتوقع انها ممكن تقصر ده بسبب الحدة اللي تبنت قبل المباراة قبل المباراة الشطرانج اه هم عملوه يعني ده عاملين دي بتطلع تقول كلام وده كلام تاني ويعود يصوره كل واحد وجماهير قاعدة مع ان الشطرانج كنت اول مرة عارف ان بقى فيه لما بتبقى حوالين الشطرانج فذا كوينز جنبت انا شايف ينافس شرنوبل عادي جدا ينافسه بس ولا يكسبه يكسبه دي حتاج ان انا افكر شوية لان هيبقى حاجة خطيرة انا شايف تشيرنوبل ميكب يعني انا دلوقتي انت بتجيب لي اثر الناس اللي انا معرفش حاجة مثلا عن فكرة اللي حصل في تشيرنوبل بس انا شفت الميكب يا جدا عن الناس وشوشها بتقع وفكرة تأثير الاشعاع النوي عن الناس كشكل الحلقة الاولى من شرنوبل اللي حصل بالطريقة اكتشافه في البلد اللي جام يا خبر والفكرة تشيرنوبل بالنسبة لي بغض النظر عن ايه اللي حصل او احداث او ان هو بيحكي قصة فاجعة دولية وكلام ده كله هو بيحكي عن الانسان في الاخر ازاي الانسان ممكن يعمل بس ما ينفعش اسف ان انا قطعتك تجرت شرنوبل من واقع ان هو منظور امريكا منظور امريكا اصلا قصة حقيقة اللي انتاجها امريكا هو منظور امريكا انا عرفت اصلا لا يمكن ان تبرقوا بنسبة 100% من امكانيات كونه اجندة انا عرفت اصلا ان بعدها بفترة يعني الروس بدأوا ان هما ينتجوا مسلسل من وجهة نظرهم او ديك ام الروس كمان حاجة جيلة تاخدها من الاجندة الامريكاني زفت تاخدها من الاجندة الروسي زفتين فانا انا دي مشكلة مع المستدادة تبقى قصة حقيقة وكمان قصة حقيقة مش عادي قصة رواية يعني انا عشان كده انا قلت اللي انت قلته فكرة هو يعني محطوط على الترابيزة هزا الموضوع مش قادر اقول ان هو العنصر المرجح بالنسبة اماما ده كوينز جنبت العم من كده شوية ده انتصار لقصة امريكانية خيالية بقى ماشي يعني انت عندك هنا وهنا السراع الامريكي الروسي بشكل او بعض بس عندك فده كونز بس هنا بقى خيالي كمان ده كوينز جنبت مش خيالي خيالي مش خيالي مش قصة حقيقية مش قصة حقيقية بس حال اي قصة مش حقيقية خيالية اه لا ده لتا تعريف الفكشن لا يعني مثلا لو انت عندك قصة واقعية ماشي حقيقية لا بس انا هفتكر دلوقتي مثلا فيلم فورست غامب ماشي قصة حقيقية او مش قصة حقيقية لا مش قصة حقيقية حال ده طبيعي ممكن يحصل ممكن يحصل لا المعجزات تحصل كريم مايل مش كل هذيه لكن wsp inauguralي انا عندي مشكلة لا 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 نعمش واحد الشيء. انتو الاتنين انا عندي مشتر جامب فيلم عظيم ولكن هو فيلم رمزي من اول والافرس. فيلم رمزي على المستقل انها مستوطر فيها انا تمام مع ده. ده جريم ميل ده جريم ميل. انا بجيبش مثال الفيلم نفسه انا بجيب لك مثال القصة اللي حصلت جواه. انا عندي مشكلة مع اللي حصل جواه جريم ميل فكرة انت دخلت لي عنصر الفيكش انا ماشي. انا ماشي. بس بوص. دخلت لي خلينا نرجع الـ وكل ما تحتاز تروح ضايف كوينز جنبت مش كده بس دخلته حرمش بتاعته خالص لا لا انا شايف ان دي مش قصة خيالية كوينز جنبت عادي يعني دي قصة خيالية فوقع انها مش حقيقية بس ما حصلتش مش قصة خيالية لا قصة خيالية يعني مستحيل تحصل في الحياة لا 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 افصل ما بين حقيقي وما بين واقعي ده التعريف اللي انت بتحط الدور عليه ده التعبير واقعي انت شايف ان هو ممكن يحصل هو واقعي انا ممكن اختلف معك في انه واقعي بس ما يفعلش اقوم عليه حقيقي خالص او على الاقل في المقارنة لا انت قلت حقيقي انت قلت حقيقي حقيقي انا قلت واقعي ممكن يحصل في الحقيقة لا انت قلت حقيقي خلاص ما علينا مهم الوقت اللي احنا بتفقين احنا بس منتكلم على المقارنة ما بين شرنوبل وما بين كوينز جنبت احداث حقيقية واحداث فكشنل بس بعيدا عن موضوع وقعيتها من عدم صح؟ وقعي ماشي برح ماشي مختلف ورد احنا نختلف بس ماشي بس هو فعلا انا تشرنوبل بالنسبة لي مشاهد المحكمة ده ما بيدايقوش في تشرنوبل انه هو في كتير من حلقاته اوقاته كان توثيقي شوية زيادة تعالوا نشوف عمال الفحم تعالوا نشوف الممرضة تعالوا نشوف الرجل اللي كان يعد من الكلام تعالوا نشوف اول مرة ما داينيش يعني ما تحسوش نوعه معكر للدراما اول مرة شفت ما خدش بني منه الحقيقة يعني ما داينيش انا بطرن بص الكارسة دي ما ينفعش اتجرد منها الحاجات دي ما ينفعش ان انت تحكيها في كل جوانبها ليه لان كل الجوانب دي لما في اخر حلقة تتجمع كده مع بعض انت بتقتنع ان كل ده حصل في الكارسة بقت زي مرجع ما هو كده الروس اتضايقهم ليه لان هو بقى زي المرجع انا بطرح الفكرة مش هو قصد ان انا متقتنع بيها انا بس بطرحها بقى في ناس تقول ان ده مرجع لو عايز تراف ايه اللي حصل في كارسة شنوبل روح اتفرج على مسلسل ده لان هو لم كل حاجة انا مزمالك فعلا ان هي ميزة ان هو بيركز على حاجات تانية بغضى نظر عن الكارسة او الناس المتصدرة المشهد في الكارسة يعني فكرة ان انت تجيب لي حاجات انا برضو مش مهتم بيها فكرة ان انا دخل الفرج عشان ده كارسة شنوبل عايز شوف ايه بفجارات زي فكرة او BIG انا دخل الفرج على الكارسة بتتفجر وبتاع لكن انت تجيب لي حاجات انسايدس انا معرفش عنها حاجة والناس دي شغالها ازاي والناس دي قال الا الحصل لها بالضبط فانا شاف ان ليه كان عصر متميزة جدا دا المسلسل كمان وانا شاف ان هو كان اهتمم بالتفاصيل هو كان حابب يهتم التفاصيل كل اللي اللي حصل. ما دقتنيش في اول مشاهدة خالص. وعلى فكرة حتى لو انت بتتكلم على العناصر الفنية المميزة لتشورنوبل ممكن يكون ما كانش عنده ابراز اكتر من اللازم لانجازات المكياج. سواء كان فيه مكياج للحقب الزمنية. كان حال وجد. وبدالله هنتكلم ازياء تصوير بتاع عنده تحديات وعنده. خليبالكم وعنده ما كانش بس بيتكلم عالشترنج. يعني احنا مسلا شوفنا دول الام اللي قعدت معاته للرحلة. قالك الفرق بين امك الحقيقية وام تانية تبنتك. وصلت لمرحلة مسلا لما كانت بتروح معها الماتشاط. كل اسئلتها انت هتكسابه كم الماتش ربحنا هيبقى كام. مع ان ما كانش بيبقى فيه اللي هو تسليط الدول اللي هو على الحتة دي بص لأ. انت ملاحظ دك اشعره هي ليه بتسألها على الفلوس. ليه مش مجتمة تعرف هي هي عايزة تكسابه او عايزة توصل به. وعلاقاتها العاطفية ومفهوم الرجل في حياتها او الشاب المقابل في حياتها او علاقتها بالرجل اللي علمها في الاول. لأ دا كوينز جنبت انا بقلت مالحمة انا ما بقللش من من كنته. وحشت ان امك برضه ما كانت بتعزف في البيت وجوزها ما بيسمعهاش وبيسيبها. فده اثر عليها خلات حسنية مكبوتة. لو انا الكلمة على تفاصيل فتفاصيل موجودة في الاتنين. موجودة في الاتنين بس عشان بس دا كوينز جنبت. يعني انا عاصدي بس ما نقللش من دا كوينز جنبت. اه يعني انا عارف انا في الاخر هاروح بصراحة الشرنوبل بس انا يعني برضه بدي الكريدت. وانت هتروح لشورنوبل. انا شورنوبل. انت كنت هتقول الشرنوبل ولا كوينز. اه صعب صعب صعب. يا ساتر الرب. النهائي. ما اتشك ده. مير اوف ايستاون اللي انت وصلته لنا لحد هنا. انت موصله فهي. يقابل شرنوبل اللي كان حيوصل لحد هنا لوحده. انا عندي كيسة. اوكي. لصالح اا مير اوف ايستاون. اوكي. انا دلوقتي كمسلسل شرنوبل هو بايع نفسه من قبل ما انا اتفرج عليه. ماشي. هو جاي من حسبة للسيت. مش عايزة اقضع بس. هو قال الحتة دي في كل المسلسلات اللي واجهها مير اوف ايستاون. قال على ضمر وقال على شرنوبل. ما هو طبيعي طبيعي انت تواجه مسلسلات تبقى بايع نفسها. دي مش حاجة تقلل من. نعم بتقللش. بس. بس بتدي عنصر ده اضافي. بتضيف لوزن المقابل. يعني انت دخل الماتش دوت وانت كسبهم واحد صفر. انت انت مهتم بقاني اكتر اعلاق. فكرة ان انت تعرف عن القصة النووية والانفجار النووي حسب في شرنوبل. مهتم بتعرف واحدة عن ده 40 سنة. بس ان شرنوبل ما كانش عن قصة الانفجار النووي. بس انت هو بايع نفسه على ايه? على فكرة شرنوبل انت عاستعرف. بس فكرة انها ما دخلتش اتفرجت على شرنوبل انت خدعت. قالت لا انا دخلت اتفرج على امفجار لقيت حاجة تانية. لا. هم لقوا حاجة تانية ما كانوش يتوقعوها. كان ممكن ناس تتفرج على الاول حلقة من شرنوبل وتوقف. تقول لك انا زي مثلا ناس اتفرجت على الاول ساعة من اوبنهايمر وطلعت. بس هو لقى حاجة تانية ما كانش يتوقع. ده اقول ان شرنوبل اتعمل وحش. ما تعملش واحش بس هو ما يخسرش النقطة دي قدام ميلو. لا يخسر فكرة ان انا انا معلش انا لقدام المسلسلين دول. انا هاخترطش شرنوبل لو انا معرفش. لا لا مش شرط ايه نسبية بصراحة. مش شرط. لا انا مسلسل عليه على البوستر بتاعه واحد لابس ماسك. لا خلي معك شرنوبل قريب شوية انه يكون وثائقي. في ناس كتبين ممكن تشوف تقول لي. لا انا اللي يخلينا. هو في جنب وثائق. هو في. بس البوستر بتاعه يبين لك النقطة اخي. بس على الرغم من كده. الناس ده خدتتفرج. صح. عادي. شرنوبل برضو انا مع علاقة في النقطة دي. شرنوبل ابتدى ياخد اهتمام من. يس. بعد الحلقة الاولينية كلام الناس جذب ناس كده. ميروف ايستاون. ميروف ايستاون خد شوية وقتة ممكن اكتر من كده. يس خد وقت كبير. بس هو عشان فكرة انا كم واحدة يخش فرج على ميروف ايستاون طوعية من غير ما حاجة معينة تشده مثلا زي فكرة اللي هو تشيرنوبل او انا بحكي عن حاجة نبوية او بحكي عن يعني بايع نفسه عن متلا اكتر من ميروف ايستاون. فميروف ايستاون معلش هو مش انتشك خالص. انت داخل شايف بوستر واحدة محققة عايشة في ده بلدة صغيرة. وبنحاول نشوف تفاصيل حياتها مش مهمة بالنسبة اخش افرج على تشيرنوبل. بس انا بتكلم ان زي المسلسل دوت يخليك قاعد. انت مشدود لاخر لحظة. انت مفيش اي لحظة تتملل في النص. اداءة تمثيلية انا بالنسبة لي هي الافضل في سنتها بالنسبة لكايت وينسلت او ليفن بيترز قبل ما يطلع في الضمر والكلام ده كله. انا قلت راسل بيترز كزا مرة. اه هو اه. 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 ما تصححوني انتوا سايبيني ليه. انت راسل بيترز في موجهة راسل بيترز ده كوميديا. ايوة. فانا بالنسبة لي ميروف ايستاون هو عنده الادفانتج بتاعت انت مكنتش بتوقع منه ده. ماشي انت كده خدت انا لو عندي منتخب دلوقتي. انت حتشجع الاندردونج يس. المغرب. ماشي. قلليه الناس كلها متعاطفة مع المغرب جماعة. عشان المغرب انا مش مواقع ان هو اصلا يسعى بنزول المجموعات. لكن انا عروح مع فرنسا. مع فرنسا كده 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 هتوصل. ماشي انت خدت النقطة دي للمير انا اقولك انه ازاي مسلسل. بيحكي عن كارثة. ما حصلتش في الدولة اللي انتجة المسلسل اصلا. ازاي من كتر كماليته من كتابة وتفاصيل وديكور وكل حاجة حواليه يكون مرجع. يبقى حاجة الناس. لانه يكون مرجع لانه فيه اجندة كده كده. ماشي ما نعرف انه فيه اجندة بس من كتر انه هو متقن التنفيذ بتاعه يقنعك ده هو اللي حصل. فنيا عشرة على عشرة. بس انا بتكلم مش بتكلم عن انجازات فنية بس. تشنبل مش مجرد انجازات فنية. مال. وهو مش باعي نفسه لانه مجرد انجازات فنية. هو باعي نفسه انه هو عملت من كده بكتير. ماشي ما احنا دلوقتي بنتكلم انا بتكلم. هو تحقيق. هو اولا على مستوى الدراما فيه دراما وفيه قصة وفيه العالم بتاعنا. انا بتكلم بقى في موتة دي. بتاعنا اللي اعتبر شخصية رئيسية. نس. والسراع بتاعه مع السلطة. وانا دلوقتي عملا استدعي المشاهد بتاعته لما كان بيبقى في وسطهم. مدرك قد هم بيقودوا الدنيا المصيبة. ومع ذلك هو عارف ان هو متكتف. وإيه اللي ينفع يتقال. وإيه اللي ما ينفعش يتقال. مش قادر اجراده دلوقتي من مفهوم الاجندة الامريكانية خصوصا في ظل الظروف اللي احنا عايشين فيها. وان انا حسس بحالة مقت وكره شديد جدا لهذا الموضوع. فتشوه بالنسبة لي منتهى الامانة. تشوه. وانا قلت كده. بس ده يخليك تقتنع اكتر ان هو تنفذ بطريقة مثالية. تنفيذ انجازات فنية عمتا. فهو عنده دراما. انا مش عايز اقولك ان انا بجرده من دراما. هو عنده دراما. وعنده انجازات فنية. وعنده تعقيب على الحلقة العالمية. خلي بالك. الايه اللي بيقود الكوكب للضمار. يس. انت بتتكلم مثلا ان مير ما كانش بيبيع نفسه. شرنبل كان بيبيع نفسه انه وصائك. ما كانش حد متوقع ان هو يخش يتفرج على دراما واداءة تمثيلية بالطريقة دي. بس القصة مثيرة للاهتمام. يعني انا ليه مثلا افرج على دلاس دانس. عشان. ايو ماشي. القصة مصيرة للاهتمام. بس مش معنى كده. بس برضو دلاس دانس من المسلسلة اللي اخدت اهتمام من الموردوف ماو. يعني الناس لما شافيته لما كانت بتتفرج عليه علشان خطر مايكل جوردان. بس لما تفرجنا عليه. لا انا مش شاش ورزنيجر ولا سلاي. لقينا حاجة تانية خالص. بس اصلا ان القصة تبقى باية على نفسها ده ريزك اكتر ما هو حاجة تجيبك. ليه? لان انت لو دخلت تفرج. لقيت حاجة غير اللي انت متوقعها. خلاص. انا مشتريتش حتى لحاجة. انا متفق ان شرنبل هو العمل الفني اللي عنده تميزات فنية كتير جدا. بس هل التميزات الفنية لازم كلها بالانجازات? يعني فاكرة ان هو انا افضل ميكاب اتعمل في سنتها. انا افضل اخرج العمل في سنتها. ما هو ده حتى في في الشكل المجرد قوي من الكلام دي كلها انت مش قليل. يعني انا لو سبت لو رقمت كل حاجة يا سيدي مشهد الانفجار حكاوي. اكتنين قالوا البعض في حاجة فرقعة. بوم. اه الميكاب ده ان روح تلاقيت ما عندهوش وش. كل الكلام ده كله. نرجع للدراما بس. هتلاقي واقف قصاد ماري. مش بكل تأكيد احسن من ماري. بس واقف قصاد ماري. هل مير بقى عنده ادفانتيج على حاجات شرنوبل. كلنا مؤمنين ان هو اقوى فيها. زي الالوان. اه. عملي. بس. هو بقدم الحاجات دي كلها بشكل عملي. ما عندهوش ابداعات. ولكن في اللحظات المفروض يتصدر لك فيها الى او اثارة. لا هو عمل. بس شرنوبل طول المسلسل. كل حلقة. انت بتتفرج على اعلى حاجة من كل حاجة. بصراحة. بالنسبة لي مسلسل من ده كامل. امير. لا يعني هو هو تفرج عليه ما تفرجتش. مش قدر اقول اقلل في حاجة. عملي. اه. يعني بيقدم لك. مش وحش يعني مش هولك. مش وحش. تصويره وحش لك. حاجة من كل حاجة. مش متوقع منه. وعلى فكرة ده متماشي جدا مع اجواء المسلسل بس. طبعا. فهو متماشي يعني مش حاجة. انت مش مطلوب منك اه. بتعمليش شقنا. بازات على الحاجة مش مستهلة. زبط. بس انا ما انت تقدم فوق العادي. لازم. اقول قد اكتب سلاف شرنوبل مش وحش. مش وحش خالص. الفصل التعباري كيون دوت. عالمي. بس انا بتكلم فكرة ميروف ايستاون برضو. انت عندك دلوقتي اتنين. اللي هو ايفان بيترز. وعندك كايت وينسي. فكرة العلاقة. اسم راسل بيترز. اسم الجديد بتاع ايفان بيترز. انا بتكلم فكرة ان انت تبقى مقتنع جدا ان فيه علاقة ممكن تنشأ بين واحدة في السن ده. وايفان بيترز يبقى مقنع جدا بحاجة زي كده. ما احترامي الناس اللي مسلت في تشيرنوبل. هو ما كانش عليه عيب ان هو يقنعني بحاجة معينة. هو كان عليه عيب ان هو يقدي دوره بشكل جيد. ولكن انا شاف ان ايفان بيترز جوء اكستراميل شوي. هو كايت وينسي. عايز اقول حاجة. على مستوى الاداءات التمثيلية. انا عايز اقول حاجة. ان عمتن النهائدة المفروض كان يكون وين دي سي اس بيوجه تشيرنوبل. مير ما كانش يكسب لان من بعدها القرعة تسهلت له. ما كانش يوصل للرقم ده. وين دي سي اس ممكن يكسب. هو معلش مير قابل مين بعد كده. قابل دمر. قابل دمر. قابل دمر. دمر ما كانش يكسب وين دي سي اس. لا 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 مستحيل. ده انت شفت اداء ايفان بيترز في دمر. انت هتشوف اداء من اطفال زيه. يا راب. انا ما شفتش وين دي سي اس. انا شفت واداء عظيم. بس انا بالنسبة لي متشابش خد من اول اول مطش هو خد زيه. ده بس اي ما تسهلتش. هو طلع من دمر بتكنيكاليتي. طلع من دمر بانزار. عارف نانش ناصر والجزائر اللي اتحكم بانزار ده. انا شايف تشيرنوبل. انت انت هتفوت مير. انا مش عارف. انا شايف تشيرنوبل ان احنا نظلمه. لانه هو عمل حاجة استثنائية بصراحة. تشيرنوبل. انت هتفوت تشيرنوبل. مش عارف. ميك الموف. بص فكروا شوية. انا انا ميك الموف. فكروا شوية. انسوينج. انسوينج ازاي مع الله. انسوينج لو انت قلت مير. لو انا هفوت مير هيبقى لسوينج عندك. اه. لو احنا هنفوت مير اظن ان هي هتبقى ظلم كبير جدا. صاحق. تشيرنوبل. انت دائم ان مير اولي كده. عشان انا مش فوتكوش كمان. حتى. انت عندك هومورك مهم جدا. ترجع بعد كده. بعد هذا النهائي ايا كانتنا تكتب. تتفرج على مير. وتعمل لنا فيديو عندك على القناة. او عندك على الحساب. تحكي لنا في انت شايف ان مين افضل? واقتنعت باللي احنا قلنا على مير ولا لا? انا ايه. انا اعملهم فيديو عن مير كامل. يا ريت. على اليوتيوب. ان شاء الله. بس دلوقتي. انت بتفوت شرنوبل. انا بفوت شرنوبل لانه صدقوني. صدقوني حتى لو كنت شفته مير انا متوقعش ان انا عمري ما هشوف مسلسل بواجه شرنوبل. مسلسل قصير ومعملش فوت ليه الا. في حالة واحدة لو مسلسل اللي احنا راجعنا اكتر من خمس سنين كنتم ممكن اخسره. تعرف ان مير يقارن بترو دي تكتف سيزون 1؟ يقارن بي مش زار؟ يقارن بي بس هل مير كان فيه؟ لا ترو دي تكتف الموسم لون يعلم اوه مانع بقارن بالموسم هل كان فيه الفلسفة اللي كانت موجودة في سيزون 1؟ لا ما فيهوش الأبعاد الفلسفية وما فيهوش التحول الزمني الكبير للشخصية الرئيسية زي ما حصل مع مات المكان هاي انا ممكن احسامها؟ ممكن ادود يحسامها؟ مش عارفين؟ اه انا ممكن اكدتو دي تشيس اه تشير موبل عندي معاي دلوقتي يمع المشكلة بتاعت الاجندة بكل تأكيد يعني انا بتريتلم انا بقى ابص يعني اه انت دفعت عن منظور وعادت تتكلم عليه بقلب قوي قوي ولكن اللي احنا عايشين وفيه النهاردة بيضرب به عرض الحائط ان احنا بنتكلم على الاجندة العسكريات تاع الصوفية في ذلك الوقت قدت بالعالم لفين؟ وحرص صناع العمل على ان هما يحذروا العالم من ان هما يكرروا المأساة داية مرة اخرى وادين عايشين في وسطها النهاردة يعني هذا كلام كله على بعضه طلع مجرد شعارات وحنا النهاردة في وسط الازمة لما تيجي ترددها على قضم الناس اللي بيعانوا منها بتبقى نقطة بايخة سرعه هتجيب لنافسك الشتيمة لو جيت دافع بالمبادئ بتاعت ترنوبل امام اللي بيحصل في العالم بل يمكن صناع المسلسل نفسهم لو تحطوا امام السؤال هنقدوا نفسهم زي يوم زي كل العالم اللي احنا عايشين فيه النهاردة بس بس هل دا هيخليني انكر انجزات الفنية؟ بالضبط يعني رغم من الجانب السياسي؟ يعني حاسس ان الفوت بتاع مار هيبقى فوت حنيوك شوية او عارف مش يعني انا اقتنعت بنشاط كتير قبل كده بان هو فعلا من المنتج الافضل انا مش قادر اقتنع بدا دلوقتي انا لو حفوت مار هيبقى بالعند في تشرنوبل حاسس زي ما يكون بقى عاوزة جيب جون في امريكا بالعافية بس ده بقى مراهق او واحنا بنتكلم في حلقة فنية مش في حلقة سياسية نفوت بقى ولا ايه تشرنوبل كده تشرنوبل كزا انت بوت انت عادي بوت مش تشرنوبل عايزو تنير تشرنوبل يعني بعد كل ده وموصل مسلسل ما شفتوش للنار انا شفت ده وهو تشرنوبل لو لاعب ده مار مين اللي يكسب تشرنوبل طيب بس لا لو ويندي سي اس لعب تشرنوبل اشوف انها هتبقى قوية الحالة هتبعكس علي انا بقى كنت حب انا انت كنت حتلاقيني عملا شباح للتشرنوبل لاني مشوفتش ويندي سي اس بس كتا تبقى قوي قوي تشرنوبل فائز عادر اقول ان هو كان متوقع الى حد كبير بس قدين اقولنا شوية كلام عام شوية مسلسلات تانية اعتقد ان هو ممكن يكون مسلل حضراتكم وطرشحات ممكن ان احنا نشوفها توقعت توقعت انت تتوقع انا كنت كتبعي علي اتوقع ان انت كنت كتب مير مش اتتوقعي وانا كنت كتب ايه بقى انت كنت كتب مير مير اوكي اتوقع ادود تشرنوبل وانت تشرنوبل انا ورقة تراحك فين اوكي انت ودت الورقة فين سنعمل لكم مفاجأة بقى اي انا كتبت تشرنوبل اوكي وحطت تحت بلاك بيرد سعبا لو تريه سهل كان ممكن يوصى ببا اوكي المفاجأة ان انا كتبت تشرنوبل وتحته دامر اصلا كنت كتب دامر علشان كده ان دامر كسب مير بالنسبة لي كانت مفاجأة جبا بس انت اخناقك انت انت اللي جبت الجون ده تماما انا عايز بس فاهم ندي الاونر لميرو فيه ساو بس اعانا فلو مش يكشبت تشرنوبل خاطص وشان كده توقعت هكت صعب ان هو يكون افضل مسلسل قسير بس انا ما شفتوش انا ما تقول ايه لا لا اتفرج عليه انت كنت فيين ساعة لما انزع او الفين كان تسعة واشر مير تسعة واشر يمكن ليه يمكن ما شفتوش ليه او لا واحد واشرين واشرين ان القصة مش مصير اهتمام بنص جديد ايه بس انا بقولك انا من كلام الناس انا لقيت الكوكب كله بيتكلم على المسلسل اللي هو شغال ازاي ما شوفوش انا تقريبا مير كان على فكرة ما منزلش مرة واحدة كانت حلقة كل اسبوع اه التصنيف بالتحديد. هتكسبوا مين? وخصوصا من المطشط الحساسة اللي احنا نفس السنة معرفناش نحسامها لغاية اخر لحظة. زي دامر مقابل ماروف إيستاون ده وده كان مطش صعب بكل تأكيد. وتقولون افكار للحلقات اللي جاية ان شاء الله بإذن الله. وتبصوا على افكار الناس التانيين. ولو شفتوا افكار عجبتكم تدوسوا عليها لايك اياه كمان. انا انا شغلتكم اكتر من لازم نعرف. معلش انا اسف خلوها عندنا يعني. علشان ناخد الافكار دات ونشتغل بها. وناخد دلوقتي اعتراف وتأكيد بن عبد الرحمن وعلى ان احنا حنيجي تاني وحنعمل حلقات تانية. صح? حنيجي تاني السلمة وكورة وكل حد. حبيبي رئيس انت لك في كورة? او. تتكلم تخش. او. تحجع كبير الانتر ميل صعب. انا ببعملش حلقة كورة يا فاندو. حلقة كورة كنسلت دلوقتي. حبيبي رئيس مناوريني جدا. الف شكرا لكم على توقيت في هذا الحلقة. الف شكرا لحضرتكم على المشاهدة. وباي باي. باي باي.